اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة احيانا يقولك مثلا في عقوبة لجمهور النادي الاهلي مثلا ده لما كان بيحصل مثلا مرة كل عشر سنين عارفين كانوا بدونا فين؟ المينيا المينيا وما بنعتردش ومرة ودونا المنصورة ما بنعتردش الاهلي اصلا ما بيعتردش على اي حاجة خالص هو اتحاد الكورة قالك الاهلي يلعب في الاسماعيلية والنادي لزي الاهلي اعترض ولا حاجة من دي حصلت خالص ده قرار امني ده قرار امني وكلنا بنحترم ونقدر دور الامن في بلادنا وكمان الاهلي يعني هل النادي الاهلي مش هيبقى متضرر لما يلعب ماتشين الدوري طول اسماعيلي في اسكندرية ولا يلعب واحد في الاسماعيلية وواحد في القاهرة عندنا بدل ما نسافر في ماتش مرتين يعني بالعقل كده انه افضل للنادي الاهلي انه يسافر مرتين يلعب الاسماعيلية في اسكندرية في الظروف اللي هي فيها ضغط في المباريات زي الدوري دوت ولا يلعب ماتش في القاهرة وماتش في الاسماعيلية انه اسهل للنادي الاهلي وبعدين لو حضرتك بتقول كده ده الكلام ده مثلا لو قولنا مثلا نفترض جدلاً إن فيه جمهور حنقول ماشي ده مفيش جمهور حتى ده انت بتشرح تقاطني ده انت بتخلينا ألعب بدل ملعبه في أرضي بلعبه بره أرضي في اسكندري أو بدل ملعبه في المنطقة اللي أنا قاعد فيها أو أنا النادي الأهلي متواجد في القاهرة اللي هو ملعبي أصلاً في القاهرة بلعبه في اسكندري يعني حتى مش ملعبي يعني حتى مش ملعبي اللي بيرددوا الكلام دوت وللأسف فيهم ناس المفروض بتفهم بيقولوا من غير وعي وعشان يسيروا الناس وخلاص وكأنهم عايشين في كوكب تاني مش معانا هو مثلاً انتحاد الكورة هيغلب إن يحط في الجدول إن النادي الأهلي يلعب ماشي مع الإسماعيلي في الإسماعيلية والماشي التاني في القاهرة حلو لو حط كده عمرك سمعت إن انتحاد الكورة عمل كده والنادي الأهلي اعترض ما حصلش لكن الناس عملة تتكلم كتير وإحنا عارفين هم عايزين إيه هم عايزين إيه أولاً ده كلام باطل ويرد بي حق زي ما بيقول لأنه هو عارف من جوا إن النادي ما عندهش مشكلة إن شاء الله يلعب في المريخ النادي النادي ما بيعطلشش على حاجة أبداً بس دي إجراءات أمنية وكلنا نحترمها إجراءات أمنية وكلنا نحترمها نروح بقى لنقطة تانية عارف إن كل منافس طبعاً في الصدراء طبيعي جداً إن يركز مع المنافس الآخر خلينا نتكلم في الحتة دي نقف شوي عندها أنا كنادي أهلي زي ما بنقول في الثلاث أربع ماتشات اللي فاتوا الأمور ما زالت في إيدي وإن شاء الله تبقى في إيدينا لحد نهاية الموسم إن شاء الله تبقى في إيدينا لحد نهاية الموسم لأن أنا اللي راكب الدوري ولو كسبت كل ماتشاتي أنهي الدوري بطل للدوري وضع طبيعي وضع طبيعي جداً 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 يعني إن أنا هتابع المنافس ووضع طبيعي جداً كمان إن أنا آه طبعاً مش عايز المنافس يكسب ده وضع طبيعي عادي في الكرة عادي في أي منافسة عادية أنا بتابع ماتشات الفريق المنافس وببقى مش عايز الفريق المنافس طبعاً يكسب ده وضع طبيعي زي ما هو بيتابع ماتشاتي ومش عايز نكسب ده وضع طبيعي لكن لسه في إيدينا لسه في إيدينا عشان كده المرحلة دي المرحلة دي لعيبة النادي الأهلي مطلوب منها تركيز جامد جداً 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 وجمهور النادي الأهلي مطلوب منه إنه ورا الفريق زي ما عودنا دايماً زي ما عودنا دايماً آه بنركز أحياناً مع ماتشات المنافس إنما خلينا نركز في ماتشاتنا أكتر خلينا نركز ماتشاتنا أكتر لأن الأمور في إيدينا ما زالت في إيدينا لو كسبنا الماتشات المتبقية يبقى إحنا إن شاء الله كسبنا الدول وضع طبيع عادي أن أنت هتبص على المنافس بتاعي بس ما تركز أيضاً على المنافس لأن أنت لو ركزت على المنافس شوية زيادة هتفقد تركيزك وده مش مطلوب الفترة دية من لعيبة النادي الأهلي لعيبة النادي الأهلي الفترة دي تركز في الملعب وبس أنا عندي ثقة في لعيبة النادي الأهلي الموقف ده حصل لنا كتير قوي 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 على مدار الأجيال أنت تكسب الماتشات الجاية وقتها إن شاء الله بنحقق اللقب بغض النظر عن نتاج أي فريق آخر بغض النظر عن نتاج أي فريق آخر عايز أعلق بقى تاني على موضوع ما كنتش حابة بتكلم فيه لأنني مش عايز أتكلم إلا عن النادي الأهلي وماتشاته بس لكن بصراحة يعني مش استفزني يعني استوقفني كده حديث لمستر باتريس كارتيرون اللي هو مدرب الفريق المنافس اللي هو نادي الزمالي الرجل مش عارف هو عايز يعمل ضغط على النادي الأهلي ولا عايز يعمل ضغط على الفرق اللي حتقابل النادي الأهلي الفترة اللي جاية اللي هي الفترة الحاسمة بقى اللي هو الخمس ست ماتشات الأخرانيين قال لك إيه قال لك نصيحة غريب جدا قال لك إن اتحاد الكورة قتل روح المنافسة وبالتالي ماتشات الأهلي اللي جاية والدية ماتشات الأهلي اللي جاية والدية طب نقف هنا ونتكلم عن اتحاد الكورة اتحاد الكورة عمل إيه أقول لك إن اتحاد الكورة عمل إيه اتحاد الكورة حدد الفرق كان آخر كلام بقى إمبارة حدد الفرق اللي حتمس المصر في بطولات أفريقيا حدد الفرق اللي حتمس المصر في بطولات أفريقيا ليهي النادي الأهلي النادي الزمالك وبناء على ماتشات المصري كان حسم الأمر وبناء على مباريات إمبارة كان مستني بس نادي الاتحاد مع نادي الزمالة كان فيه نادي اسموحة أول أمس ولكن فشل في الفوز فدخل بيرامدس فقاله الأربعة اللي دخلين البطولات الأفريقية السنة الجاية أو الموسم الجاية كويس؟ فهو قال لك نادي الاتحاد الكورة عفواً اتحاد الكورة أتى للمنافسة ليه ساعتك أتى للمنافسة أنا عايز أعلم وليه ما تشتل نادي الأهلي اللي جاية والدية قال لك أنا هلاعب ده مستر باتريس كارتيرون قال لك أنا هلاعب الفرق اللي تحت اللي هي بتعاني وبتحارب وبتصرع على إنها البقاء اللي هي بتحاول تهرب من الهبوط طيب حضرتك يعني هنتكلم هنتكلم باختصار وهنتكلم بكل احترام حضرتك يا أم بتتناسى أو نسيت أو بتحاول تصدر الضغط للفرق التانية وللنادي الأهلي طيب حضرتك ونت قاعد مريح ودحقك حضرتك ونت قاعد مريح ودحقك نادي الأهلي لاعب الفرق دي اللي حضرتك بتقول عليها فرق بتصارع من أجل البقاء ومتشتها في غاية الصعوبة وحتلعب نادي الزمالك نادي الأهلي لعبها في ظروف صعبة جدا 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 وحضرتك قاعد مريح ودحقك ما بقولش ان ده ما كانش حقك ودحقك بدون لعيبة المنتخب الأولمبي بدون لعيبة المنتخب الأولمبي لعبنا الانتاج الحاربي لعيبنا الأول البنك الأهلي والانتاج الحاربي وأسوان ودجلة هتقول لي هما ثلاثة بس لأن في دجلة كان العيبة المنتخب الأولمبي رجعت عيبة المنتخب الأولمبي رجعوا يوم الأربع من اليابان اللي فارق بيننا وبينها ست ساعات في التوقيت ومتشلنا احنا كان الأربع هما رجعوا الاثنين متشلنا الأربع فمسط المسلمين طبعا ما يقدرش يلعبهم ريحنا يعني احنا لعبين أربع ماتشات فعشر تيام فعشر تيام بدون لعيبة المنتخب الأولمبي انت مش هتلعبهم في نفس الظروف دي هل هل ميستر باتريس كارتيران مش متابع الدوري دي تبقى مصيبة ولو مش متابع الفريق الخصم اللي هو بي نفسك أصلا فالمصيبة أكبر المصيبة الأكتر انه بيقول لك إيه بقى ان الماتشات الجاية للنادي الأهلي ماتشات ودية وعلى ما أعتقد بقى نتبص على جدول الماتشات النادي الأهلي اللي جاية وبعدين كمان عايز أبص على جدول الدوري ياريت تجيبولنا تجيبولنا الكلام ده على الشاشة طيب ادي مباريات النادي الأهلي في الدوري المتبقية حلو النهاردة نادي الإسماعيلي نادي الإسماعيلي بعيد جدا عن المربع الزهبي ماشي؟ طيب الأهلي وإمبي في الجولة 30 يوم السبت 14 أغسطس نادي إمبي أصلا بعيد عن المربع الزهبي طلاعي الجيش والأهلي يوم الثلاثة 17 أغسطس أيضا طلاعي الجيش بعيد عن المربع الزهبي الأهلي والمصري الجمعة 20 أغسطس المصري أصلا حسم حسم بإنه ثالث فحسم حتة مربع الزهبي دي وإحنا عارفين كلنا عارفين كلنا النادي المصري لما بيجي لعب النادي الأهلي بيبقى عامل إزاي؟ مش النادي المصري بس كل الفرق نكمل بس الجونة والأهلي هل الجونة ده مربع الزهبي؟ أو قريب من المربع الزهبي؟ طيب اللي بعده أخيرا الأهلي وأصوان الأهلي وأصوان وأخلي بالك الأصوان ده بيحارب عن نقطة بيحارب على النقطة وشفنا الماتش اللي فاتمه عن نادي الأهلي كان بيعمل إيه؟ لو الكلام مش مقتنع به مستر باتريس كارتيرون يريدت نجيب جدول الدوري جدول الترتيب لو مش جاهز أنا أقول لكم الفرق دي كلها ما لهاش علاقة بالمربع الزهبي إلا النادي المصري إلا النادي المصري نيجي بقى لو ما خانتنيش الزاكرة لو ما خانتنيش الزاكرة ونسيت زي مستر باتريس كارتيرون هو مستر باتريس كارتيرون كان في يوم الأيام مدير فني للنادي الأهلي أعتقد أعتقد مش متأكد بالنسبة 100% ولكن أعتقد بالنسبة كبيرة أنه هو مر قال في إحدى اللقاءات قال لو كل الفرق بتلعب مبارياتها تلعب مبارياتها زي ما بتلعبها ضد النادي الأهلي لكان للدوري المصري شأن آخر سيبك بقى من المربع والمسلس والكلام ده كل الفرق بتيجي تموت نفسها قدام النادي الأهلي وإحنا عارفين ده طول عمرنا إحنا عارفين الكلام ده طول عمرنا والكلام ده إذا كان ميستر باتريس بيحاول أنه أنا مش عارف هو قصده إيه هو فعلا بيتكلم كده لأنه مبرح يعني هو بيتكلم تحس أنه يعني مستاء غضبان أرفان بس هو بيقول كلام هو مش مقتنع به هو بيقول كلام هو مش مقتنع به بس الغرض منه إيه بقى هو الغرض منه أنه عايز يعمل عليك ضغوط عايز يعمل على الفرق التانية ضغوط هي أصلا الفرق بتموت نفسها لما تيجي تلعب قدام النادي الأهلي لكن النادي الأهلي أكبر من الكلام ده كله بس أنا حبيت أن أنا أرد على مستر باتريس كارتيرون لكن اللي أنا عايز أقوله بقى أن الفترة دي النادي الأهلي كإدارة ولعبين وجماهير وجهاز فني فاهمين جدا 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 إيه القصد من تصريحات مش هنبصلها هتقولي أنت تكلمت فيها أنا تكلمت فيها يعني علشان بس مش استفزني أنا بس عايز أفكر بأن الملشات اللي جاية دي مش ملشاته الدي وأن الكلام اللي هو بيقوله ده إحنا فاهمين غرضه إيه النادي الأهلي بيعتمد على نفسه وعلى فكرة النادي الأهلي مش هيهمه بقى بطولة وإحنا عندنا دولاب البطولات اتمالة وجبنا دولاب تاني ودولاب تالت ومش البطولة هي اللي هتخلينا إن إحنا نتكلم كلام زي اللي بيتكلمه مستر باتريس أو الناس التانية ما احترامي لكل الناس النادي الأهلي عارف نفسه كويس عارف قدراته كويس كلنا عندنا ثقة في قدراتنا جمهور النادي الأهلي عنده ثقة في قدرات لعبته في قدرات الجهاز الفني في قدرات المنظومة ككل الكرة ما زالت في ملعبنا الكرة ما زالت في ملعبنا ونتمنى تفضل كده لحد إن شاء الله نهاية الدوري آخر الخمس ست ماتشات اللي فضلين مش هنبص لفريقك ولا النتائجك وضع طبيعي إن إحنا نتابع آه آه لازم نتابع صح لإن إحنا مش لوحدنا لكن الحمد لله إحنا مش منتظرين هدايا من حد مش منتظرين هدايا من حد ما احترامي لكل الفرق نادي الأهلي كبير كبير دايماً كبير بإدارته جماهيره بلعبته بيجهزته الفنية بمبادئه بتقاليده بتاريخه إحنا النادي الأهلي وفخورين إن إحنا بننتمي للنادي الأهلي إحنا النادي الأهلي بنعتمد على أنفسنا ومتمسكين مش بالدوري بس متمسكين بكل بطولة بنخشها متمسكين بكل بطولة بنخشها وإن شاء الله إن شاء الله يكوني أنا نصيب في بطولة الدوري السندي لأن ده جهدنا وتعبنا وده موسم بصراحة أنا ما شفتش زي الموسم دوت صعوبة فيه صعوبات وضغوطات جمدة جدا 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 على النادي الأهلي ما ممرتش عليه من سنين السنة دي من شهر عشرة لحد وقتنا هذا ما فيه صعوبات مرت على النادي قد ما ممرت على النادي الأهلي السنة دي بصراحة النادي الأهلي كمان يعني هم الست ماتشات اللي فضلين منهم ماتشة إسماعيل النهاردة إحنا عارفين ماتشات الأهلي وإسماعيل ماتشات اللي جاية كلها إحنا اتكلمنا وقلنا كلها ماتشات كؤوس الماتشات الجاية كل لعيبة النادي الاهلي بتلعبها كأنه كاس نهائي لوحده نهائي لوحده ولعيبة النادي الاهلي عارفها ده كويس قوي ولعيبة النادي الاهلي عارفها ده كويس قوي والجمهور عارف ان احنا في ناس عايزة توضينا في حدة تانية في ناس عايزة خلينا نركز في حدة تانية مش مع فرقتنا إنما الجمهور بتاع النادي الأهلي وعي جدا 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 تركيز مطلوب جدا من لعيبة النادي الأهلي والجهاز الفني لفترة دي لكن في حاجة مهمة جدا أنا عايز أتكلم فيها برضو موضوع التحكيم موضوع التحكيم شفنا في ماتش الأهلي وسيراميكا الأخير شفنا كمية أخطاء من التحكيم بصوا أنا شايف من وجه نظري إن كابتن أمين عمر من أحسن الحكام اللي موجودة في مصر لكن تحس إن الفار يعني في حاجة بينه وبين الأهلي تحس إن الفار بينه وبين الأهلي طار بيلغي أهداف صحيحة ما يحسبش ضربات جزاء ده أنا بتكلم على الموسى إنما اللي حصل للماتش اللي فات الكرة اللي جابوها لنا بطريقة غريبة جدا حتى لما جابوها لنا وقفت السورة قال لك الكرة هندبول على أفشا ويا كرة كتفي صدره حتى لما وفت وفت على صدره كابتن أمين عمر يأخذ عليه بس إن هو لما راح شاف الفار هو بص كده ورح متدور ودخل على الملعب والصورة جاية يعني هو الفار مش عارف جايبله الصورة دي ليه الفار جايبله الصورة دي وكأن أفشا رفع يده كده حتى وهو رفع يده الكرة جاية في صدر أفشا مش في يد أفشا ولكن هو اكتفى بإنه يبص على صورة واحدة ويلف ويرجع ويرغي الجول بصوا بقى نقف في الحتة دي شوية عايز أكلمكو على لعبة النادي الأهلي والصورة الحضرية للعبة النادي الأهلي محدش اعترض هتقولي ده ما غلط ما غلط الكلام ده لا هقولك دي طبعيتنا كلعبة النادي أهلي حتى لو حسنا بظلم في الملعب احنا بنحاول نتغلب على الظلم ده احنا بنحاول نتغلب على الظلم ده ولما نيجي حتى لما بيجيه اعتراض بيبقى الاعتراض بصورة حضرية مش بصورة هماجية مش طبية لعبة النادي الأهلي الغريب بقى ان كابتن وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام قال في تصريحات تلفزيونية كنا احنا سمعنا الكابتن سامير عثمان قال لك ايه بعد الماتش ان حكام الفار مش في ماتش الأهلي وسراميكا معهمش رخصة الفار لما جابه كابتن وجيه أحمد كابتن وجيه أحمد قال لك فعلا الكلام ده صحيح طب ازاي كابتن وجيه طب ما نفترض ان الكرة دي بتاعة الماتش ده كاتهية اللي تكسب النادي الأهلي كاتهية اللي تكسب النادي الأهلي والنادي الأهلي بيلعب على بطولة وضيعت منه نقطتين زي ماتش البنك الأهلي بتاع الدور الأولاني زي ضربات الجزاء اللي ما تحسبتش فاربع خمس ماتشات وضيعت من النادي الأهلي أكتر من 12 نقطة ده مش مبرر لحاجة أنا بس بقول على الإطار اللي بين الأهلي والفار أو بين الفار والأهلي محضرتك هنا خطأ واحد بس خطأ واحد ممكن يكلفني بطولة خطأ يكلفني بطولة والغريباً الخطأ يعني عارف اللي هو الخطأ من الحكم لا ده إحنا عندنا دلوقتي إمكانية إن إحنا نبص على الكاميرا ونشوف الكرة دي تسلل ضربة جزاء فيها مشكلة ما تفعلش مشكلة وباخد وقت ده أحياناً وده ما يبسلش في أي حتة في العالم أحياناً بنشوف الفار بيتدخل ويقعد أربع خمس دايق بيشوف الواقع بيشوف الواقع وفيها بعض الحاجات عن تسللات مع أن التسللات دي خطوط أفقية وبس لكن إحنا بفترة دخلنا فيها في منطقة صعبة جداً منطقة حسمة جداً تحسم بطولة تحسم بطولة نتمنى من لجنة الحكام إن يكون هناك دقة في اختيار الحكام خلي بالكم مش حكام المتشاة النادي الأهلي بس كل المباريات إحنا زي ما يشايفين صراع على القمة في صراع تحت في القاعة صراع فوق وصراع تحت إحنا عايزين تركيز من التحكيم ومن الفار الفترة اللي جاية الفترة اللي جاية فترة مهمة جداً 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 الفترة دي تكسبك بطولة أو تخصلك بطولة تخليك في الدورة أو تنزلك درجة تانية إحنا عموماً كنادي أهلي بنحترم كل الحكام وعندنا ثقة كبيرة جداً جداً فيهم لكن هما كمان عليهم دور كبير جداً لازم نزمة التركيز تي على الفترة اللي جاية زيك زي اللعيف انت دلوقتي قاضي في الملعب عايز تدي كل واحد حقه يبقى أنا أعمل اللعليا في الملعب وركز زي زي اللعيف لأن الفترة دي مش محتاجة أخطاء بجي النهاردة مع نادي بإسماعيل نادي إسماعيل فرقة من فرقة كبيرة ومجدات الأهلي والإسماعيل دايماً بيبقى فيها كرة حلوة لأن الفرقتين بيلعبوا لعب مفتوح الفرقتين بيلعبوا كرة هجومية الفرقتين عندهم لعيبة كويسة على أعلى مستوى يمكن فرق بين الأهلي والإسماعيل معلش أنا لازم أتكلم الحقيقة قدامي الفرق بين النادي الاهلي ونادي اسماعيل الفترة دي النادي الاهلي عندهم لعيبة كويسة وعندهم الطموح وده اللي ينقص النادي الاسماعيل بالجانب الامكانات المادية اللي هي أثرت معها شوية في أنه يقدر يدعم بعض المراكز إنما لعيبة الاسماعيل لعيبة كويسة على مستوى عالي ولكن ينقصهم الطموح ماتشاة الاهلي الاسماعيل دايما كنا بنستناها من الدور الأول للدور التاني كنا بنستنى ماشي يا اسماعيل يعني بفرغ الصبر لأن فرقة بتلعب كورة حلوة أوتا فرقة بتسيب لك مساحات في الملعب النهاردة هتشوفوا مساحات كتير جدا في الملعب مساحات فاضية مساحات تقدروا تلعبوا فيها كورة الفرقتين على فكرة لأن الفرقتين اسلوب لعبوهم مهجومي اللي بيكسب الماتشاة دي اللي بيبقى معاه نسبة توفيق عالية ويقدر يستفيد من المساحات دي بإيجابية أكتر من فريق التاني فريق التاني طبعا ياخد باله من المساحات الفاضية فحتلقوا النهاردة لعب مفتوح الكابتن إيهاب جلال نادي الإسماعيلي معاه قبل إيهاب جلال حاجة وبعد إيهاب جلال حاجة تانية خارس النهاردة هنشوف مباراة مفتوحة من البداية حتى الكابتن إيهاب جلال فلسفته زي ممكن يعني مستر موسماني يبدل يلعب بيهاجم على طول النادي الإسماعيلي بيلعب على طول لعب مفتوح فهنشوف إن شاء الله كرة حلوة بإذن الله هنشوف كرة حلوة وحنتكلم في النقاط الفنية دي معا جمنا الكبار اللي حيشرفونا النهاردة تعالوا الوحد الوقتي لزملنا فاروق صلاح مراسل قناة الأهلي من فندو الإقامة ونتعرف منه على آخر أجواء الفريق قبل الذهاب إلى ملعب المباراة كل التحية للكابتن إيمن شوئي وكل التحية لكل مشاهدين مشاهدة ومتابعة شاشة قناة النادي الإيلي في كل مكان من هنا من الأسكندرية وجولة جديدة من جولات الدوري المصري مباراة الأسبوع التسع والعشرين المباراة اللي بتجمع ما بين النادي الإيلي ونادي الإسماعيلي على أستاذ الأسكندرية خلينا أقول لك كابتن إيمن مظاهرة حب هنا موجودة في فندق إقامة فريق النادي الإيلي من جانب جماهير النادي الإيلي اللي بتتف حول الفندق الإقامة الجميع بينادي بيوجه رسائل اللعب النادي الإيلي جميع أجمع على رسالة واحدة الدوري إيلي الدوري إيلي ده المظاهرة الحب اللي دائما معتدين عليها هنا في الأسكندرية من جانب جماهير النادي الإيلي اللي يعني بتملأ محيط الفندق الإقامة بأعداد غفيرة لو نتكلم على كواليس اليوم النهاردة يعني منذ لحظات كانت انتهت المحاضرة الفنية المستر بيتسو موسيماني طبعا المحاضرة الفنية ينبع على اللعبين ويركز مع اللعبين على آخر التعليمات ومن خلالها بيعلن التشكيل الاخوب بهذا اللقاء طبعا مستر بيتسو موسيماني أكد على اللعبين على أهمية هذه المباراة وعدم النظر لنتائج الفريق أو المنافس نادي الزبالك التركيز فقط في مباريات للنادي العليم وقال للعبين أنا يريد ترفعوا الضغوط عن نفسكم ركزوا في الملعب فقط ركزوا في الست مباريات اللي بدأ من مباراة الإسماعيلي أنا بسق فيكم بسق في أي 11 لعب أيضا الدور اللي بيقوم به الكابتن سيد عبدالحفيز والإعداد النفسي للعبين والكابتن سامي أمصان أيضا أقول لك النهاردة حالة التركيز اللي عند اللعبين اللعيب النهاردة حماش جديد عند لعبت النادي لقلي إن شاء الله أي 11 لعب يكون موجود داخل أرض الملعب إن شاء الله هيكون قادر على تحقيق الانتصار أيضا من النقاط المهمة اللي تكلم فيها بيتسو ومستر بيتسو مسماني والكابتن سيد عبدالحفيز مع اللعبين عدم الالتفات لأي أمور تدار أو تقال في وسائل الألامة والسوشيال ميديا عن الصفقات أو الانتقالات اللي احنا لسه في مرحلة مهمة جدا مرحلة الحس مطلوب من كل اللعبين التركيز في هذه المرحلة طبعا خلال اللحظات هني يكون تحرك الفريق إلى الملعب المباراة اللي هيستضيف استاد الأسكندرية اللي بيبعد عن مقر قامة فريق النادي العلي يعني من 15 إلى 20 نادية ناردا مستر بيتسو مسماني يعني اجتماعات مستمرة ما بينه وما بين أفراد الجهاز الفني مع كيفين جونسون وأيضا محلل الأداء يوشا وموسي طبعا كل النقاط كل نقطة كبيرة وصغيرة وقف على نقاط القوة والضعف في نادي الإسماعيل ادى تعليماته للعبين من الجدير بالذكر أيضا كابتن عيماني نادي الإسماعيل بيقيم في نفس الفندو اللي بيقيم فيه النادي العلي إن شاء الله كل توفيق لفريق النادي العلي في هذا اللقاء ويضيف لرصيده ثلاث نقاط مهمة جدا إن شاء الله في مشوار الحفاظ على درع الدوري من جديد تعود الكلمة للكابتن عيمان شاوري شكرا جزيلا زميل العزيز فاروق صلاح وتطمننا منه على أحوال النادي الأهلي أبن براه وزي ما قال فعلا اللعبة كلها مركزة ومسر المسلماني قال لهم ركزوا في الملعب ما تركزوش مع الخصم وخلين احنا في ماتشاتنا نكسب ماتشاتنا إن شاء الله ناخد الدوري نروح لفاصل وبعد الفاصل نرجع للتحليل الفني مع انجومنا الكبار كابتن شريف عبد المنعم كابتن علاء ميهوب كابتن أسامى عربي والكابتن عادل عبد الرحمن أرجوكم انتظروه بنرحب بيكم مرة تانية عزيزينا مشاهدين وبنرحب من جومنا الكبار المشرفيننا النهاردة كابتن شريف عبد المنعم أهلا سهلا بحضركم كابتن علاء ميهوب منورنا كابتن زكاين كابتن أسامى عربي أنا سهلا بك كابتن عبد الرحمن كابتن عبد الرحمن كابتن عبد الرحمن كابتن شريف قبل ما ندخل في أجواء المباراة استوقفني مبارح تصريح لمستر باتريس كارتيران 2000 اتحاد الكرة يعني بما معناي مسخ الفترة اللي جاية من الدوري وخلى متشاة النادي الأهلي وكأنها مباراته الدي بمعنى بمعنى الانتحاد الكرة لما أعلن إن مبارح الأربعة اللي حيمثله مصر في البطولات التفريقية هو كده أتى الروح المنافسة كويس؟ وإن النادي الأهلي المبارات اللي جاية كلها مع الفرق المختلفة حتى اللي هي ما أصلا مش 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 ببورسك أصلا على المربع الزهب بعيدة جدا على المربع الزهب يعني هو هو ودي دجلة وانتاج الحربي والبنك الأهلي معرفش هم دول هل هو مش بتابع؟ هم دول عندهم روح المنافسة وعندهم روح لا استنى ده الفرق دي إحنا لعبناها أصلا في الفترة بتاعة الأولمبياء ولعبناها من غير الأربعة الأساسيين اللي هو ما بيعتمد عليهم ده الفرق اللي بتنافس مستر مصر اللي بقينا الفرق اللي هي عندها شكل وعندها كل حاجة كان بالأدهة ليه نحنا يعني إحنا اللي نقولي الكلام ده مش مش همه يعني ده نعايش يا ريت ننزلولنا جدول ترتيب الدوري عشان بس نتكلم بوقائع يعني وفي حاجة تانية عايز أقولك عليها ده أنا ما أفتكرش كارديرون قال الكلام ده لا 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 أنا سمعتهم بار هو اللي بيقولوا يعني هو اللي ترجموا له الكلام ده بالضبط أنا سمعته ولا حد حواليه أنا طبعا مع رشرة نساوي يعني في حد حواليه لا هو كان فيه مترجم معا بوقع يا كابتن ده ترتيب الدوري المصري موجود عندنا ماشي النادي الزاصة related في المقديمة بزيادة مبراع عن النادي الأهلي نادي الأهلي في مركز الثاني نادي المصري البورسعيدي حسم الأمور بقى ثالث со прав ماشي والنادي مصري إحنا معاه معاه مباراة ولكن هو حسم الأمور وإحنا عرفين ما تشهد المصري والأهلي أو ما تشهد الفرق كلها ضد النادي الأهلي في شكل واي نادي الهلي كمل. لو كملنا. هنبص انبي. اصوان وجونة. سابع. انت مع ناس اه. لا بص يا كابتن. عندي انبي انبي بعيد خالص عن مربع الزهر. طلاق عالجيش تامن بعيد عن مربع الزهر. ما شو كده بقول لك في حد. عندي جونة بعيد عن مربع الزهر. في حد مدي لكادرون حاجة غلط. معلومة غلط انه يكلم فيها. لا كابتن ازاي? انا بقول لك انا سمع. لا. يعني هل هو? هل هو? فاهمني انا بقول لك ايه? الراجل ده حد ده له معلومة غلط. هل هو مش متابع? لا هم شغالين بتاعتهم دلوقتي. لا هو مش متابع زي واحدة بليك ده قال لك انا مش متابع. معلش انا مش متابع. هو مش متابع? ما هو اللي بيدي له بقى الاخبار دي ولا اللي بيدي له. بدي له كابتن ده بدي لفني اه. ده عنده عنده لستة زي اللي اقبامنا كلها هو نايس له اه كام ماتش مع مين وكلام من ده على حسب. بص الباقي كمان. غزل محلة. بقولين عرب. بنك اهلي. اصوان. حتى اصوان لما يجي لما نيجي نلعب واخر ماتش. الله اعلم حيكون شكل ظروفه ايه. ممكن يقفش في في الماتش ده بيدو اسنانه. واي حاني بيلعبك بيلعبك للشهرة حتى. حتى لو مش عشان الترتيب او ايه. هو خانوا التعبير ولا عايز يضغط على الفرق التانية انها لما تيجي تلعب النادي الاهلي. تلعب النادي الاهلي يعني بروح قتالية عالية وكاينه حرب وكاينه ماتش. ومين بيلعب النادي انا مستغرب. انا مستغرب. ما يعني مين بيلعب النادي الاهلي. كأنه مبرادي مرة مسلا نهائي بنسباله هو. كل فرق كده. كل فرق كده. ومش مستنادي بس. الراجل ده وراتوه. اكيد. حد وراتوه عشان يمشو في نفس النغم اللي هيش غالة دلوقتي. هو تصريح غريبة كابتش ليش. بكل الوجوه يا علاق عايزين عايزين يتكلموا عك في اي حاجة. ايه النطوا هنا في اي حتة. يتكلموا مش عارف هناك. هو لا. هدي اعمل لك شوشرة. هو لو يعني يعني قال التصريح زي ما انت قولي اي من كده زي ما انت اسمعته. هو بيضغط بيعمل ضغط على الفرق التانية. بمعنى. مم. ان هو انا لو متحمد شوية لا انا عايز ازبتلك كمان ان انا لا انا كمان تقوله ده غلط. ما فيش حاجة اسمها مفرات اه ودية. ما ده الوضع الطبيعي لكل الفرق اللي تلعب النادي الاهلي. ما ده الطبيعي. هو بقى عايز يبقى فوق الطبيعي كمان. يعني هو عايز كمان يعمل ضغط الزيادة. بستكبت ان اهدي ماتشة النادي الاهلي. ايه ما انا عارب انا فهم ايه. اهلي امبي ايه. اهلي مصري. ايه. هنا اهلي. اهلي اسوان. يعني انا بس عايز افتكر الفرق دي. اصلا الفرق دي كلها مع النادي الاهلي بتبقى حزبة تانية خالص. طبع. يعني حتى اسوان. طبع. في نهاية اه موجود في الدور اول. نزل برضو بيلعب قدام اي فريق. بالنسبة له. يوم مباراة الاهلي. ماشي بطولة. بطولة. واستعدادات وكل حاجة بتتصلح. وفيه الناس تدعم مكافئات. الموضوع مختلف تماما يا ايمن. صح. صح. كلام اعرف. هم هم مرقبين يا علاء. واحنا شايفك. عارف كلمة شايفك. انا شايفك ومرقبك. يعني بصف ورقتك. حتى على ايمن على المستوى الفردي والشخصي لللاعب اللي بيلعب قدام النادي الاهلي. ايك. بموت نفسه انه ده مطش بالنسبة له مطش موسم وماتش تسيط على المستوى الفردي. حتى من غير النادي نفسه ولا المدربين. مزبوط. يعني المدربين لما بمسكوا المطشات قدام النادي الاهلي. بالنسبة لهم. انت ما بتحفز لعبتك. يعني انا مسلا وانا مسك اصوار مسلا او طانطة او كزا. يوم ماتش الاهلي او الاهلي بالذات اكتر كمان. مش محتاج ان انا حفز اللعيب يا. هو اللعيب لوحده. زي ما علاء قاله شريف. نايم بقاله اسبوعه وعايز يلعب ماتش الاهلي. مووت نفسه عشان يتصيطه. فعى المستوى الفردي حتى. مش هتكلم على مستوى الفرقة كفرقة. انا انا بليتني المواضيع ده وانا وانا بلع في نادي كوروم. اه. يعني ماتش النادي الاهلي بالنسبة لي حلم. طبعا. بالنسبة لي ان انا عايزة مش اسوأ نفسي. عايزة موت نفسي. ماتش زي ده. بالنسبة لأي حد يا ايمن. مبارات الاهلي حاجة الوحدة. طبعا. ده مش من مش ماء عشان بس. مش من اليام دي من زمان. من زمان. احنا صغرين. ايما نجي النادي الاهلي عن طريق مبارات الاهلي والكروه. اه. انا فاكر. اه يعني. خمسة اتنين. لما جبت جور في دماغي وكان الكابتن اكرامي. كنت انا وزكريا جابين قبل كده فيك خمس جوان. انا دي مش فاكر قوي. بس انا فاكر جول لانا جبت. بس فالموضوع ده مش عايزين نريك فيه كتير. اه. لاني لو سألت اي حد في الدورة الممتاز كله. ايه المبرامز تانية والك مبرات الاهلي. بس انا ما استفزتنيش تصريح بس انا استوقفني التصريح. ايوة يعني. يعني ماشي. يعني عد عليه كده مرور الكرام لان عارف في حاجات ايمن. والله بتكلم. التعليق عليها اه. يعني هو اه غرض ويه يا كابتن يعني مسلا. بيستسير الفرق التانية مسلا. هي دي. خليني بقى اعلاء لك انا عليها. فضل امو كابت. بممتال بساطة. بصك. فضل. هو عارف. الجمهور بيحب ايه في نزملك. من الاخر. يعني بيعمل ايه. اللي هو اولا بيعمل شما عليهم الاول. بيسبق. اوكي. يعني مش عايزيني كميلك. خليني بس اكملك. انا كارتيرون اعرفه كويس. طيب بتفضل. ده راجل اولا ده مدرب احمال وليس مدرب. احنا مش عايزين. يا كابتن انا بكلمك. يا كابتن انا بكلمك. انا انا بكلمك. انا عارفه انا لعبته كتير. انا بكلم على اه. لا طليل بارك. انا فهمك. ده ده شغل مدرب احمال وليس مدرب. ليه? هقولك. اثبت لك ان هو مدرب احمال ومش مدرب. هو فعلا كده. مفيش مدرب في العالم ما عندوش جهاز. ايو كابت. انت عارف كده? جيه كل اندية اللي جاه. ممعوش مساعد مدرب فرنسي. اه. لان محاديش بيشتغل معاه. لان هو مدرب احمال. مش حد بيبقى ليه مساعد فني. ايه. محاديش بيشتغل معاه. ايه. الناس بس اللي مش عارف انا لعبته هناك في السعوديك مرتين تلاتة. ايه. وانا عارفه كويس. هو مدرب احمال. عندو من الفكرة انه في الوقت الحالي اللي يجابه النادي الاهلي بالكلام برا. الجمهور بيحبه. ايه. اللي يقول للنادي الاهلي انه الفرق اللي هتلعبه يسيبه الجمهور بيصدقه. فهم ده الفكرة اللي بيعملوها. خلي بالك ده بيبقى يا ساعد فلسفة بعض المدربين. لا. هم هو فيها بس. المنظومة كلها بتعتمد على دي يا كابتن عيب. المنظومة كلها بتعتمد على دي. اول حاجة التشكيك في اي مباراة النادي الاهلي يلعبها. وانت عارف. تشكيك في البطولة لما تكسب بطولة. يعني بطولة افريقيا بدورة ضعيفة جدا. لازم تتقال. بطولة الدوري. لو في منافسة تبقى بطولة قوية. ايه. اول ما النادي الاهلي يفرق ستة سبع اسابيع. يبقى ايه ده بطولة الدوري ده ما فقاش منافسة خالص السنة دي. وبطولة ضعيفة قوي. الحاجات دي كلها. احنا اتكلموا على الفرقة اللي وصلت فاينال. وبدأت لعبك على نهائي كاس افريقيا بيقولك عليها دي فرقة سيئة. ايه. طيب اما لو كان هم سيئين اللي خرجوا من الادوار الاولى يا بويه. انت فهمتني انا عايز اقولك كده. علشان كده انا بقول لك بص ده انا ده انا على مسؤولية. لا مش حاجاتة على مسؤولية. احنا بنتكلم في عديس للراضي بس. انا انا مش بتكلم على اي حد. انا بتكلم على اللي بيشكك في اي حاجة للناد الاهلي. اي. اولا. لازم يعرفوا ان ان الفرق اللي بتلعب الناد الاهلي ده يوم عيد عندها. طبعا. لان ده البورسة الحقيقية ليهم. اي. اي حد بتشاف في الناد الاهلي. الناد الاهلي بيشوفوا. لا والاندال اخرى. صحيح. اللي هو بيلعب قدام الناد الاهلي. وقدى الاداء كده يبقى لعيب جامد ولعيب كويس. ده ياريت لعيب بس ده كجهاز فني كمان خلي بان. ما طبعا كبتن. اي فرق اي جهاز فني بيكسب الاهلي بيقعد يشتغل في الدورة المصري. ثلاث سنين بدولا ما بيحاسبوه. بقولك ده كسب الاهلي ده كسب الاهلي. فالما اقوله لك ده. ده انا 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 اكرت تقول لما يجي يتكلم في الامر ده انا انا بيتكلم ازاي لانه طول الوقت. يعني كان بيتكلم كده. فرقة صغيرة تلاعب وأنا بكلمك في الدور السؤودي فرقة صغيرة تلاعب يقول لك لما كان مع النصر الاول. مش مع التعاون. ايه. هو راح مع المصر. لقى بعشر مطشات معهم في الدورة. يمكننا العلم. اه كان يقولك على الفرقة الضعيفة. اه? اه? دي فرقة قوية جدا. اه. والفرقة المنافسة اللي بتلاعب الناحية التانية يقولك. ده طول عمرها. اه يعني دي مش عارف هيسيبه. يعني الكلام اللي بيقوله. اه انا عارف ده سلوكه يعني. فحبيب بس اوصل لك. معلومة انا عارف عنه. ناشا كابتن. كابتن شريف ماتش النهاردة محطة مهمة جدا جدا جدا. وخصوصا بعد فوز المنافس امس. لابد من وصلة الانتصارات للتربع على قمة الدوري مرة اخر. طبيعي جدا. اه. لغة الست المباريات. هي لغة الفوز. اه. ثلاث نقاط. خلاص. يعني اه. بطر الامر انك انت اللي حاطت الموقف ده. كنت انت سابق بحوالي اربع نقاط. تعديلت ماتشين بسبب او من غير سبب اه بفعل فاعل. يعني. هو ده اللقاء اللي احنا فيه ان احنا ما عندناش اه خيار غير ان احنا نكسب كل المباريات. وانه يتعصر المنافس او ما يتعصرش انت ببص دايما احنا بنبص لشخصنا. لازم? احنا لازم يكون لنا اه في كل الست المرات اللي جاين ده شكل هجومي اه داخل الملعب بجميع الخطوط. اي. ممكن انا بعد ما انفرجت على مبارات مبارح وشوفت الدنيا ماشية زي? اه الفرقة بتاريت تتعب. الفرقة بتاريت اه مش قادرة. الاجهات بين عليهم. الاجهات بين عليهم البدني. اه التنفيذ بيبقى على فترات. يعني تلاقي الفرقة رايحة عشر دقيق كده وبعدين بتاريت تعمل غزوة او تعمل هجمة او تعمل جملة او تعمل اي حاج ومحاولات كلها واحدة وثبتة. اي. انت بالنسبة لك الحمد لله الله هو اكبر على العيبتها كلها عندك من الامكانيات الفردية والشكل الانتشار في الملعب والاطراف اللي عندك اللي بتشتغل في اي وقت ان تدر اشتغل يمين تدر اشتغل شمال. اه. انما احنا الفترة اللي جاية دي لازم وجودي في الملعب اللي هو انا متحكم في زمان من الامور كلها. اي. انا ما بديش فرصة لأي خطأ اما ما بديش فرصة للتأخر في اه صبك التهديف لازم اكون انا في اول عشر دقايق في اول سبع اتامن دقايق ليه الوجود. اه. لازم ادي الرسائل دايما للفري المنافس نحبطه نفسيا. ما خلوش راح تيفكر. ما يستلمش كرة برحته. اي. الضغوط اللي بتبقى عليهم في الملعب يبقى ضاغط 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 في كل حتة يخلي اي لعيب حتى بيحاول يعمل معك اي فكرة. اه. او اي شكل. يقدر يحرز منه هدف او بقى الوجود. انت لازم تكون عندك الشكل القوي. زي سيناريو بداية الماتشي اللي فات. الماتشيات كلها زي اللي اتكلمنا كله فيه الماتش اللي فات. كل اللي قلناه الماتش اللي فات بنعيده الانهارة عليه زيادة حاجة. اي. ترابطوا الخطوط من بعض. والخطوط دي كلها يبقى شكلها هجومي كلها. اي. يعني اناTra 29 بتصور ان النادي الاهلي ينزل النهاردة الماتش كله في ال walk time الاولاني. مفيش ا! مفيش سيناريو تاني الم Long time التاني. اي. مفيش ا ا ا لجوء لتغييرات. مافي. العيبة ان شاء الله اللي تنتهي في الخمسة واربعين جيال أولاً. بسخدش بقى في أي سناريات تاني. بالتوفيق بإذن الله نعم. يا رب إن شاء الله. كابتن علاء مبارا صعبة مع منافس قوي وعنيد. ويمكن شفنا الماتش الأخير نادي إسماعيل هو بيلعب مع بيرامدز بعشر لعبين. إنه ما قدر يحقق التعادل في السواني الأخيرة. وزي ما شفنا في تطور في مستوى الأداء للعيب الإسماعيلي من بعد ما مسك يهاب جلال. في تطور أنا في استقرار خلاص. تطور ده حصل مكروف استقرار. كل فترة تحت الإسماعيل اللي فاتت ما فيش استقرار خالص. ولا في مجلس الإدارة ولا مدربين ولا بتفع على مدرف. لما تفع على إهاب. خلاص الناس كلها متخبلها إهاب جلال. واللعيبة كمان يا عم متخبلها. والراجل بدأ يشتغل وبدأت. يعني بدأت البصمات تبان. بدأت فيه إنسجام بقى فيه تحسن فيه فريق. يعني شكل فريق إسماعيلي. أطبع مش الإسماعيلي في أحسن عوقاته. لكن تحسن مش ده الإسماعيلي اللي بدأ بداية. تصورة تغيرت. تصورة تغيرت خالص طبعا. تموحات تغيرت. تحسن بقى فيه شكل فيه. فيه أداء موجود في الملعة. فيه ترابط. فيه فريق. من قبل كده. سيان المشكلة إن مشاكلك بتاعت الإدارة. بتنعكس عليك كفريق كرة يعني على طول. وإنت ما ينفعش. ما ينفعش تفسد. صحيح. نادر جدا لما تفسم بالديوم دي. عشان كده إحنا دايما نتكلم بقول. اللي بنضرب بيه المسألة دايما في الحتة دي. نقول نادر أهلي. إداريا مزبوط. فخلاص بعد الإدارة خلاص. كل حاجة بتيجي بعد كده. لكن عندك مشكلة في إدارية. حتى الحتة الفينية ممكن تلاقي فيها منخبطها. فمن نهاردة منافس خوي. أكيد هيؤدي أداء قوي جدا من نادر أهلي. مباراة إسماعيل والأهلي الوحدة. ده وافع جمدة جدا. كما قال كابتن شريف. وقال أسامة وكده. وكان عادل بتكلف الموضوع ده. فمباراة الأهلي والإسماعيلي كمان. من زمان الزمان. وهي حاجة اللي ليه خصوصياتها. خصوصياتها الأهلي والإسماعيلي. نهاردة الموضوع بختلف. أنا من وجهة نظري. إن النادي الأهلي أنا مش جعب منافس. صح. أنا عندي مباريات أكسبها. هاخد الدول. بس على كده. ده هدف اللي أنا بفكر فيه. المنافس يكسب يتعصر يتعصر. أي حاجة لا. أنا النهاردة بفكر زي المباراة سابقة. بفكر في ثلاث نقاط خلصتها. بفكر نهاردة في الإسماعيلي. كل الاحترام والتعديل الإسماعيلي. لكن أنا بلعب على هدف أسمى بكتير قوي. ثلاث نقاط النهاردة. ونخلص. أول مباراة بتختلف من فريق لفريق. لكن الحاجة اللي ما تختلفش. أنت. تفكيرك أنت. ما عنديش رفاهير أنا ضيع نقاط النهاردة. ربعا. النهاردة لأ أنا النهاردة. من البداية كده زي ما كانت شايف كان بتكلم. بتوصل كده عطول. ما العب بيحس في الملعب. أنه النهاردة. إن شاء الله تسعين دياد مش عدي. غير ما يكون مخلص المباراة بثلاث نقاط. هو ده. الدوافع للنادي أهلي يشتغل بها بس. المنافس. إسماعيلي مصري. كل الاحترام ليهم. لكن أنا ما بصش على الاسم أيمان. مزبوط. ماشي. كل الاحترام لي. ونادي كبير وعريك. لكن أنا بلعب على حاجة. تلات نقاط. مرأة اللي جاية. ما مش هبص على الاسم. لأن أنا عندي هدف. آه الفترة مضغوطة جدا. واحتاجة شغل كتير جدا جدا جدا. وشغل مع كل. مدير فني مع العيبة مع كله. يشتغل كتلة واحدة. لأن الهدف. الهدف واحد. أنت فيك ميزة كويسة جدا. اللي ياخد باله من أداء النادي الأهلي. أنت ما شاء الله. ما دي هتفيدك جدا في الفترة دي. الفترة دي. أيها أنت محتاج كل لعيبة فنيا وبدنيا. ممكن تبقى فنيا هايل. بس بدنيا مش قادر تؤدي. واقع. أنت النهاردة الحمد لله. فري النادي الأهلي. المستين عندك. فنيا طبعا ما شاء الله. فنيات موجودة في لعيبة كتير في النادي الأهلي. بدنيا كمان. تقدر تشتغل طول المباراة. ما عندكش مشكلة. لأنك أنت فقاب بتضيع 45 دقيقة في شغط الأول. لكن لما بتحب تضغط وبتخلط شيء تاني بيحصل. عشان كده هي بالضبط أيما دايما البداية. أنت عايز رغبتك إيه؟ شخصيتك الهجومية أنت من أول ما الحكم بيصفر. هو دي بيفرق ملعبة النادي الأسبوع. كابتن سامل كابتن علاء اتكلم عن الدوافع. دوافع بالنسبة للفرقتين. إحنا عارفين طبعا دوافع بالنسبة للنادي الأهلي. والعيبة النادي الأهلي وجازه الفني. أنت بتلعب على بطولة. وكل جمهورك مستني بطولة بالرغم من أنت. الحمد لله رب العالمين أخدت كل البطولات. إنما ما بنشبعش البطولات. النادي الإسماعيلي بقى الطرف الآخر. من بعد ما تولى إيهب جلال تحسنت النتائج. في تطور بعض الشيء. هل دخل دوافع جديدة عند لعيبة النادي الإسماعيلي. بالرغم أنهم ما بينفسوش. ولا قريبين من الربوط. مظبوط. أولا نحن قلنا ماتش أهلي وأي فرقة. اللعيبة كلها بتستنفر لوحدها. حتى من غير المدربين. يعني اللعيب مستنفر لوحده. وبيبقى عنده دوافع شخصية. إنه بيلعب مع البطل. فبيطلع أقصى ما عنده. وبيستنى الماتش ده. يمكن قلنا المصابين بيحاولوا يخفوا. اللي عنده مشكلة بيجي. وممكن يريح بعدها ماتش أو ماتشين. بعد ماتش الآن. دي نقطة. النقطة الثانية إسماعيلي. إسماعيلي فريق كبير. وليه تاريخ كبير في مصر. وهو كان رقم ثلاثة على طول. بعد الأهل والزمالك. أو في المنافسة على الشكل العام. مش طويل ما بيخدش دوري أو كده. أو كانت عدد مرات قليلة. لكنه كان المنافس اللي هو على طول موجود. مع الأهل والزمالك. يمكن بعد السنين الأخيرة شوية. دخل بيرامدس. ودخل قمبي ودخل فرق أخرى. المصري أحيانا. لكن ماتشات الأهل والإسماعيلي. تبقى ماتشات مهمة. ومن أحلى ماتشات بتتلعب في الدربيات. آه يعني غير ديربي الأهل والزمالك. ديربي الأهل والإسماعيلي. صحيح. يعني معروف كده. كمان الاستقرار اللي حصل لهم نفسيا. خلي بالك الإسماعيلي. لما كان مهدد من 8-9 ماتشات. وكان في المنطقة اللي تحت. اللي هي في 3-4 فرق اللي تحت. كان في توطر. كلامك صحيح. إحنا معنا مثلا في السبعة عشر مباررة الأولى. قبل ما يمسك إيهاب جلال. نادي إسماعيلي كسب ماتشين بس. خزم في سبعة. وتعادل في تمانية. وكان عارف في المركز قبل الأخيف. مضبوط. كان في توطر. وضغوط نفسية على اللعيبة واضحة جدا. فيه كان عدم استقرار حتى على الأجهزة. مش متفقين. الجهاز يجي وجهاز يمشي. ما بيعودش ماتشين ثلاثة. حتى مثلا محمد واحد بقعد ماتش واحد. وكل واحد بيمسك مباراة أو اتنين. متغير الجهاز بالمدربين المساعدين. كل شوية. كان فيه لغبطة غير طبيعية. اتزبط الموضوع مع إيهاب جلال. والناس كلها اتفقت عليه. واللعيبة الإسماعيلي أساسها اللعيبة كويسة. صح. لما جيه هو نفسيا بالمكاسب خلاص اللعيب بيبقى عنده ثقة في نفسه. ثقة الأداء دي بتيجي لأنه خلاص بعد عن المنطقة الخطر. أنت لما تشوف الفرق اللي هي. فبصة كابتل معنا على الشاشة بدون نعطى كلامك الإسماعيلي مع إيهاب جلال والإسماعيلي قبل إيهاب جلال. يعني إيهاب جلال اللعيب 17 مباراة. كسب 2. كسب 8. هزيمة هنا 7. هزيمة هنا 4. كل النتائج إيجابية مع إيهاب. فخدوا ثقة في نفسه. أداءهم متحسن. لأنه هم أصلا لعيبة كويسة. يعني ما تتكلم على شلونجو. وتتكلم على شكري نجيم فخر الدين يونيوس. مدبولي صادق باهر محمدي. صحيح. عندهم مجموعة لعيبة. حسين السيد كمان. وحسين طبعا فارغ معهم كتير جدا. بس النهاردة طرد المطشي اللي فات. لكن عامل جابها شمال حلوة جدا حسين السيد. فهو أصلا لعيبة كويسين. بس كانوا محتوطين تحت ضغوط نفسية صعبة. فدلوقت إذا اتحسن. والنتائج اتحسنت. ابتدوا يطلعوا اللي عندهم. فما فيش شك إن النهاردة المباراة تبقى صعبة. ولكن النادي الأهلي هو اللي في ايده المفتاح والحل. قلينا نكمل برضو الإسماعيلي بالمرة بقى وإحنا نتكلم قبل إيهاب وبعد إيهاب. معدل تمرات صحيحة حتى بعد إيهاب جلال فارق قوي 431 تمريرا من 497. معدل الأهداف 1.9. التاني كان 0.8 يعني أقل من هدف. عنده مشكلة عنده مشكلة بعض الشيء في النهار الدفاعية. لأن ده وضع طبيعي لأنه بيلعب لعب مفتوح. طول عمره بيلعب لعب مفتوح. وكابتن إيهاب ما بيغيرش الفلسفة دي أبدا. لا لا بيلعب برضو بنفس الأسلوب اللي هو الاستحواز من أو بداية الهجمة من تحت خالص من الخطوط من تحت. بيلعب تملي لعب هجومي ما بيلعبش لعب مقفول ما بيلعبش لعب مقفول مغلق. تملي بيحب بيلعب كرة هجومية وبيدي ثقة للعباء في الكلام ده. ولذلك الفرق اللي بتعمل كده لو مش متكاملة ككتلة واحدة دفاعيا بيحصل مشاكل عندهم. لأنه هم تملي محطين نفسهم في موقف هجومي وعايزين يهجمه. فبيحصل عندهم صغرات ولا غير الفرق المتكتلة اللي بتنعب بتحفز. فعشان كده سهل يجي في جوان. ولذلك انت الماتشات الاخيرة كلها في ماتش المقاص مثلا اتنين واحد. ماتش الاسماعيلي وغازي محال تلاتة واحد. هو بس ماتش اسموحة لتلاتة صف. اسماعيلي والتحاسة كدار اتنين واحد. بيرامد زول اسماعيلي اتنين اتنين. يعني معظم الماتشات بيتيجي في جوان. مزبوك صحيح. فالنادي الاهلي ولي في ايده القرار. بإذن الله. وان شاء الله يعملوا ماتش كويس ويكسبوا النهار. ان شاء الله رب العليم. طيب نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع انجومنا كبار ارجوكم انتظرون. موسيقى بنراحب ديكم مرة تانية عزيزان من الشاهدين. وجلنا تشكيل النادي الاهلي. هنقوله سريعا قبل من نروح لكابتن عادل. الشناوي حرص المرمى. ناحية اليمين بيعود اكرم توفيق. ناحية الشمال علي معلول. الاتنين اللي في القلب قلبي الدفاع. ايمان اشرف وياسر ابراهيم. ودامهم اتنين وسط دفاعي. عمر السلية وقاليو ديانج. ورباعي المقدمة حسين الشحات ناحية اليمين. جونيور اجاية ناحية الشمال. وبينهم افشة. ومهاجم وحيد محمد شريف. نقوله مرة تانية. شناوي حرص المرمى. اكرم توفيق زهير ايمان علي معلول. زهير ايصر. قلبي الدفاع ياسر ابراهيم. وايمن اشرف. خاطر وسط الدفاعي عمر السلية. وقاليو ديانج. ورباعي المقدمة اجاية وحسين الشحات على الاطراف. افشة بينهم. ومحمد شريف في المقدمة. كابتن عادل قبل ما نستعرض تشكيل النادي الان ونتكلم فيه مع بعض. اذا اتكلم في حاجة بتتقالي اليومين دول. يقولك ان احنا في نهاية الموسم. في الفترة الصعبة دي. في الفترة العصيبة دي. ان الشغل او الفترة دي بتاعة اللعيبة. ايوة. مش بتاعة الجهاز الفان. بسمعها دي كتير. والغريب ان انا بسمعها من الناس بتفهم كورة كويسة. يعني هما دايما يا كابتن دايما الناس بتفصل ما بين اللعب والمدرب. اولا المنظومة كلها طول الوقت المفترض ان هي بتتعاون. انت فهمني. لكن ليه. ناس كتير قوي. بالذات اللعبة الكورة الكويسين. يقولك انه. دي وقت اللعيبة بس. مش المدرب. انا رأيي يا كابتن ان دا وقت المدرب اكتر من اللعب. بمعنى. انت ممكن تكون لعب كويس. وشغال كويس قوي. انا ممكن اعملك تكتيك غلط. او ممكن انزل تشكيل. ما ينسبكش. او ما ينسبش المبارادي. انت فهمني. فترجع هنا. ان المدرب هو المفتاح الاول. في الفترة دي الاخيرة. المدرب بيبقى مفتاح كبير اول للعيبة. ان هم. يحط تشكيل كويس. وبعدين اللعبين ينزلوا ينفزوا. ولا المدرب يقدر يستغنى عن اللعبين الجيدين. ولا اللعبين يقدروا يستغنى عن المدرب اللي بينظمهم تنظيم جيد. علشان كده بقولك السؤال اللي انت قلته يا كابتن ايمن. ما افتكرش ان الموضوع موضوع العيبة بس. يمكن انا عايزك تركز في الكلمة اللي اقولها لك ده يا كابتن ايمن. عشان اقولك ان ده شغل مدرب. ومش مدرب وبس. ده شغل منظومة وجهاز كبير. هقولك حاجة. المطش اللي فات الاهلي كان. المباراة اللي لعبها. وكسب مكسب مع سيرامريكا كوروباترال كان مكسب كبير اول. اي. عايز اقولك معدل اعمار الفرقة المباراة اللي فاتت كانت 27 سنة. اي. معدل اعمار الفرقة المطشي ده 26 سنة. دي بتتحسب ليه. في الوقت ده كابتنعيم. اي. عشان كم الجاري. كم السرعة. كم التحرق. اي. ده المدربين بيخلي بالهم منهم وبشتغلوا عليها. يبقى ده شغل مدرب ولا لاعب. شغل مدير فاني. ايه بقى مدير فاني. ده واحد ايه اتنين. في فرقة بتلعبك اربعة واحد اربعة واحد. والمطش اللي بعده الفرقة بتلعبك تلاتة. اربعة تلاتة تلاتة. اي. ده هيبقى شغل لاعب ولا شغل مدير فاني بقى. انه يوقف مفاتيح الفرقة دي. انه يشتغل على الفرقة دي. فاحنا انا مش معهم في المقولة بتاعت ان ده بتاعت اللعيبة فقط. لا. هي بتاعت المنظومة كلها. وكل واحد في شغلته. وهو تروس بتركب مع بعض. لو كل ترس ركب صح مع التاني. هتعمل منظومة جيدة. لو في فلت ترس من المنظومة كله. كله الموضوع بينتهي. فانا مع الرأي اني اللعيبة في اخر الوقت. في اخر وقت السنة او اخر مبارات الحسب. انا بقول للنجاز فني اكتر من اللعبي. كابتن شريف. نبص بقى التشكيل النادي الاهلي النهاردة. هنلاقي تقريبا في اربع او مش تقريبا هو في اربع تغييره. اه عودة ايمان اشرف. مكان رامي ربيعة. عودة اكرم توفيق مكان محمد هاني. اليو دينج بيبدأ النهاردة على حساب حمدي فاتحي. وجونيور اجايير بيبدأ على حساب محمود كهربا. انا بيشوف اللعيبة اللي كانت في المباراة اللي قبل كده ايه المستويات ايه الحالة البدنية ايه الشغل اللي موجود. بيحاول يستغل جميع الامكانيات اللي عنده من جميع اللاعبين. يعني خلينا نتكلم على اكرم توفيق. اكرم توفيق عمل مبارات جيدة جدا في اخر كم مطشي كان قبل ما يطلع على توكيو. وعمل في توكيو سري كويس قوي. كويس. مع كل نوعية فريق انت بتلعبه الجهاز الفاني بيحتاج لعيبة معينة. مش بمعنى ان اه. يعني هل دي هل دي ملاحش علاقة عودة اكرم توفيق. ملاحش علاقة بتقلق محمد هاني للمطشي اللي فات. لا 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 ده ملوش دعوة ممكن محمد هاني يبقى خارج من اصابة وتقلق وعمل المطشي اللي فات شغل جامد جدا ممكن ياخد راحة النهاردة. يرايح عضلاته ويرايحة وفي نفس الوقت يبقى عنده دكة كويسة جدا في نفس المكان وفي نفس الشكل. يعني ده على حساب شات بتسأل. اه بتسأل. محمد هاني كان ماشي كويس وعمل ماشي كويس. ماشي كويس. وفي نفس الوقت اكرم توفيق. كان كويس وماشي كويس. وخد راحته برضو بعد ما رجع من توكيو. فده فكر اه مدير فني. احنا ما نزدرش ان الدخل فيه زيه زي رامر ربيعة. رامر ربيعة ليه كان مطشي وربعده وايمن اشرف كان عايزي استراح شوية. رجع ايمن اشرف هو اللي بيلعب. وكان مستوى اول هو اللي كان بيلعب في الوقت ده هو بنون. صحيح. ولما بيبقى ما فيش ايمن اشرف وبنون بتبقى كتير. انما لما يبقى في ايمن اشرف وياسر ابراهيم. اعتقد الشكل كمان بفيه توازن كبير جدا. صحيح. علي معلول اه في وضعه الطبيعي بنفس الشكل. يجوز فيه لغة بين جونيور اجوية وعلي معلول. هو بيحس انها اقوى من في التعامل. يعني بيحس ان الكوبل ده بيعملوا شغلوا كويس او ناحية الشمان. على حسب بقى اللي احنا كلنا بنكلم فيه كلنا. مرحبا بتاكلم فيه مع كابتن علاء فعلا. طيب يلا خش انت كامل مع. ماشا. السليا وديانج عشان تخط النص يا كابتن علاء. انا عايز اتكلم عالث سنائيات. يعني احيانا نشوف السليا وحمدي فاتحي. احيانا نشوف حمدي فاتحي وديانج. احيانا نشوف السليا وديانج زي ماتش النهاردة. اريتا قبل كده تصريح فني. معارف ازا كان مستر بيتسوم اسماني هو اللي قال ولا لا. يقول لك مع الفرق اللي بتعمل استحواز. هو بيفضل تواجد ديانج. فرق اللي بتعمل استحواز لان هو مويز جدا في القطع وبداية الهجمة. فهو بيفضل تواجد ديانج. في الفرق اللي بتلعب كرات طويلة. هو بيفضل حمدي فاتحي لان هو بيقربه شوية من خط الدفاع ومميز فيه ضربات الرأس. هي وجد نظرة احترم. لو كان قالها دي حقيقة. احنا وانا حاجة هنا في الاستوديو يا عايز. المجزات النادي الاهلي في الموسم ده. ان التلاتة الموجودين في قلب نصف الملعب. اي اتنين بيلعبوا بيقدوا المباراة زي ما مستر مسلماني عايز. بغض النظرة عن المنافس بيلعب ازاي. لكن ديانج فعلا في حتة الضغط وحتة تكملة وكده. لا بتحس ان هو في قمع عندك ونصف الملعب مميز جميل جدا. صحيح. ده ممكن بينفع طبعا في الفرق اللي بيعندها الاستحواز. مثل اسماعيل نهاردة. كابتن شريفة ووسما تريدين كبتكلم. ده بيحب استحوز يبدأ الهجمة وكده. هنا انت عايز ديانج. موجود ديانج مفيش مشكلة في حتة الضغط وحتة الاستحواز. وبيعملها الامتياز بتديك تفوق في نصف الملعب فيها كويس جدا. مزبوط. جنب السلية نفس الكلام. بص عايمن اي اتنين من الثلاثة هلقاوت نصف الملعب. هتلاقي الاداء مميز الاداء مفيش مشكلة في انضباط كويس قوي. مفيش اي مشكلة. عشان كده بقولك يعني ديانج بفرق عن حمدي والسلية في حتة القضع والضغط. عنده قوة انفجارية في حتة الضغط دي مش طبعية. وبيقتع كرة صح. بيقتع صح. بيسلم صح وبينطلق صح. حتة الانطاقة عنده السنة دي يعني الموسم ده زادت شوية. يعني هو زودها من عنده وكان زيان بس عنده حتة قول. انت احيانا احيانا تقول مثلا ان افشة هو صاحب اكتر تمنات صحيح. تفتكر تتخيل كده. احنا بنتخيل كده طبعا. ولكن تخيل ان نسبة التمرات الصحيحة عند ديانج تسعين في المية. وانه اكتر لاعب ام بتمرات وتمرات صحيحة ومتين وثلاثة. ايوه ايمن يعني. ديانج بس هو المشكلة ديانج انه هو مش مش شاف زي محمد مكدي. انت فهمني. يعني مثلا وفي مصر الملعب ما اتدارش تغنى عن واحد بيقطع وبيضغط كويس قوي. ما بيستناش الكرة بيكمل كويس قوي. في نهاية المبارات لها اكتر واحد بيجري هو بدنيا عالي جدا جدا. بص في نص الملعب انت متطمن. يعني وجهة نظر المسلمانية على فكرة في حتة الفرق اللي بتستحوز وكده. ان وجود ديانج فكرة انا بيحترمها جدا. انت عايز حد من النهوية دي. عايز حد دائما بيضغط على العيد. دائما حد يقطع. دائما حد الخطوات القسيارة اللي في نص الملعب السريعة دي. عند ديانج مويس بها كويس جدا يعني. وخصيا مع الفرق اللي بتستحوز. بالزبط هو بيعملها كويس جدا. بيفسد تجمات كويس قوي. عنده الحيطة دي كويسة جدا. يعني اول خطوطين يا عيما لو بصيتها على التلاتة. هتلاقي اصلا واحد في التلاتة هو ديانج. عنده الخطوطين اولين سروح جدا. حيط التلنقاطات عنده عالية جدا. عشان كده اقول لك انا نص الملع ما بقلقش. نوع زي ما تحب. في وجود ديانج. في وجود ديانج وحمد والسلية. انا ما عنديش مشكلة في اي اتنين. بص يا كابت من مراته والنسبة التمرات الصحيحة. بص خلاص اخواتك التمرات المعانة على الشاشة. بص الحسابة بتاع ديانج عالية جدا هو. ارقامه مويزة جدا. وعدين من الاكتر رعية اللي في نادي الاهلي. اللي حصل التطور في مستويه. خطامن على السيح. شاست عقول لك بس التطور مستويه ولا مجيما كانش كده. لا. لو محشوب علينا اتفندر. لا 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 لا. هو انت تجيب بص يا ايمن. والزكاء ان انت تجيب لعيب شايف ان هو كويس. التطور ده من اكتر اللعيب اللي حصل لها تطور مع النادي الاهلي. ديانج. عشان كده تحس ان انت لا غنى عن ديانج خالص موجود معاك. بعدين نوعية لعيب ممتاز. ما تحسش بيه في الملعب. ولا برا الملعب ما فيش مشكلة. خالص. واحد بص. ده هو الرجل صح ده محترف. ألعب هقدي. مش هلعب يا خلاص روجة نظر مدرب. انا وبتكلمش. كل حاجة ماشي صح. وبعدين كمان هو عارف هو فين. هو هو حواليه. ما فيش حاجة ما مشاكل في النادي الاهلي. النادي كلها عارفة بتعمل ايه. مش حتة استقرار وحتي الهدوء اللي هو فيها دي. مع امكانات ديانج لأ. الموسم ده طفرة جمدة جدا مع ديانج. وارجع اقول لك اخر حاجة في الكلام ده. التلاتة اي اتنين بيقدوا مطلوب منهم. صحيح. كابتن اسامة وجود اجايم بداية المباراة على حساب محمود كهربا. يعني بس سريعا هتكلم على موضوع انت بتقولي التمرير الصحيح لديانج اكتر من افشا. خلي بالك افشا بيعمل تمريرات فيها مخاطرة. تمريرات بينية للامان. فيها ريسك فممكن تبقى فيها خطأ. انت حتى لما بتكلم. طبعا ديانج بيعمل برضو احيانا تمريرات فيها مخاطرة لقدام. بس برضو تمريره هيبقى اكتر بالعرض. او لتحت. لكن افشا فيه تمرير فيه مخاطر. الريسك عند افشا اكتر اصلا. ولذلك احنا ما بنتكلم عن الاستحواز. فيه فرق. بنقعد نقول بتستحوز بتستحوز بتستحوز. لكن ما عندهاش لعب فيه خطورة للامام. استحواز سلبي اصلا. لكن فيه ناس بتلعب بالمخاطرة والتمرير الامامي والاندفاع الهجومي. فا افشا يمكن تمريراته احيانا الممكن. يبقى فيها نسبة خطأ اكتر من ديانج للسبب ده. انتو تلعب على اجايه. اجايه اه بيلعب النهاردة من البداية على حساب علي معلول. برغم ان احنا حاسين ان اجايه جايت سويا. على حساب كهربا. على حساب كهربا سوري. يلعب في جايت علي معلول. احنا اتفقنا ان سبعة تمام ماتشات دولت. كلهم ملقوين تقريبا في واحد وعشرين يوم. اي. مستر موسيماني غزبا عنه. هيعمل روتيشن. في بعض الاوقات في بعض اللاعبين. احنا شفنا ان الماتشات اللي فادت رايح اكرم. رايح ايمن اشرف. رايح اكتر من لاعب. زي ما قال ديانجو والسولية وحمدي. تلاتة متقارب مستوى كبير. فبيلاعب اي اتنين فيهم بواحد بيريح. لكن. هيستعمل. احنا قلنا هيستعمل. ممكن يستعمل التلاتين لاعب. في السبعة تمام ماتشات دول. يعني طبعا ممكن يكونوا اقل. بس انا بقول يعني. ممكن يلجأ لهم. ممكن يلجأ لهم. لان الماتشات. ماتشات. وفيها ضغط كبير جدا. فواحد زي كهربا. كان بقاله فترة طويلة ما بلعبش. خلي بالك لعب عدد ماتشات. والمنتخب الأولمبي كان مسافر. يعني لعب له مثلا متاع 4 ا 5 ماتشات. ممكن يكون حاس انه هو تعبان شوية. فيدي فرصة الجايه يبتدي المباراة. وبعد كده عنده خلي بالك تغييرات. بس هو استفاد منه ان هو حط رجله في الملع. يعني يرجع كهربا للملع. طبعا طبعا. وممكن يستفاد منه في الشوت التاني. كهربا من الناس اللي بتاعها تجيب جون. وجاب اكتر من جون في الماتشات اللي فاتت. ورجل هداف يعني. والمستوى بتاعه تطور نسبيا. يعني طبعا كهربا عنده اكتر من كده كمان. لكن المستوى تطور بتتالي المباراة اللي لعبها. فاجايه النهاردة بيبقى موضوع تدوير. مش عشان كهربا كان وحش. زي ما اتكلمنا على محمد هاني واكرم توفيق. محمد هاني حتى مميز في العرضيات اللي بقولك الجايبين والبروفايل. هاني كان هاي للماتش اللي فات. صح. وعاده النهاردة وبيلعب اكرم توفيق. لان اكرم قبل ما يمشي مع المنتخب كان ماشي كوي. فهي الفكرة مش ان هاني كان وحش. او كهربا كان وحش. فهو عملية يراحل بعض اللاعبين. عشان لما يجي يستفد منهم في الشوت التاني. او في المباراة اللي بعد ديت. في وقت قليل. يكون بيدب اقصى طاقة وجهد بدني لي. فعشان كده بيرايح بعض الناس ويلعب بعض الناس. وبعد كده عنده البودلاء موجودين. يقدر يغير فيهم في اي وقت. صحي. وبنسبة البودلاء ان نتكلم عن البودلاء النادي الالي. هيبقى علي لطفي في حراسة المرمة. محمود وحيد. رامي ربيعة. محمود كهربا. طهر محمد طهر. والتر بواليا. صلاح محسن. حمدي فاتحي. ومحمد هاني. كابتن عادل. هل ليك تعليق على. اولا سنائي. أليو ديانج وعمرو السلية. انت كان عندك تعليق عليه. اي اي اي. تاني حاجة. زي ما لو كابتن. بداية الجونيور اجيه. من بداية مراعب على حساب محمود كهرب. طب خليني الاول نتكلم على الديفندرات. كابتن عالا. نتكلم عليهم بصورة جيدة. نتكلم عليهم. وفصص الامر. بس انا فيه احيانا ببقى مع المدرب في نقطة في استراتيجيته هو. اللي هي. اللي هي اللعبة الطويل. ويمكن انت اتكلمت فيها ان هو بينزل حمد فتح بينزل في قلب السرد بكير. بيبقى ثالث. لما بيجي يأمن عاوز يلعب من تحت ويأمن بيلعب بثلاثة. علشان سرعات اي فرقة بيتلعبك بين الراس حربة بيأمن بحمد فتح. صحيح. اما حتة ديانج وافشة بقى اللي احنا اتكلمنا كابتن كمان موسى ما اتكلم عليها. حتة ديانج وافشة المكان بيختلف. يعني افشة بيلعب تحت الراس حربة بيلعب في المكان افضل مكان للاعب في الملعب. اللي هو اللعيب اللي ما بيعرفش يتمسك. اي. انت كمدرب خصم لما تيجي تمسك اللعيب اللي هو مكان افشة هتمسكه المين. هل هتمسكه السرد بك من السرد بكين ولا من الديفندر من الاتنين. لو انت مسكته من السرد بك من الاتنين هتفضل حتة ريفة مستحيل. فبيفضل واقف الاتنين السرد بكات بيسيبوا افشة. الحاجة التانية. لو رجعتنه ديفندر من الاتنين برضو بيحصل ان انت بتفضي بيبقى اتنين على واحد فقس الملعب. علشان كده افشة بيمسك اكتر. عنده وقت يلف ويشوف اكتر ديانج بيقطع. واللي بيقطع دايما بيبقى عنده حوالي مثلا ستين في المائة من الباور بتاعه انتهى. فلازم يلعب السهل بعدين. يعني ديانج الحاجة بقى التانية بقى المهمة اللي انا من وجهة نظر شافئة. ده مشروع كبير للعب كبير طبعا. هو عنده طموحات كبيرة كمان. يعني افتكر انه من سنه صغير عنده طموحات يعمل محطات اخرى. ممكن يعمل للنادر اهلا حاجة كويسة قدام. حيتطور مستوى اكتر. ويتطور مستوى اكتر. كمان. انت قلتوا ان مستوى تطور جدا فوق. بالنسبة كبيرة. اه يعني انا زيكم بالزبط انا شايف كده ان هو من اكتر اللاعبين. اللي هو تطور قوي. في فترة صغيرة. في فترة صغيرة. علشان هو عنده. وعايز. هو قوي. عنده الرغبة كمان. وعنده. يعني اللاعب الوحيد. اللي في الدور المصري من وجهة نظري. اللي بيطبق حتة نص الملعب الديفندر كما يجب. ايه. اولا. عندنا لعيبة نص ملعب في مصر كتير. فيهم. اللي بيعرف في قطع 80 في المية. انا بكلم عن الديفندرات. ايه. بيقطع 80 في المية وما بيعرفش يباصه اللي 20 في المية. ايه. وفيه اللي بيقطع. مثلا 100 في المية وما بيعرفش يباصه خالص. ايه. وفيه اللي بيتقال عليه بيلعب جامد عشان كده يلعب ان هو بيدغط ويعمل ويديهم الكورة وبعدين يرجع يقطعها تاني. ديفندرات لا. ديانج حاجة تانية خالص. صحيح. زي عمر السلية. عمر السلية دلوقتي لما تيجي تتكلم عليه تقدر تقول عليه انه ديفندر عمر السلية؟ لا. عاب بيلعب ديفندر وبيلعب صنع العاب وبيروح يجيب جون وبيشتغل لعبه شامل. ديانج زي لعبه شامل. ممكن حمدي فاتحي ان هو بيشتغل على ورا. ايه. هم اللي بيشتغلوا الاتنين على قدام اللعب الامامي. فانا شايف انه السنائي ده اتنين من النوم. حتى السنائي بتاع مين؟ اكرم توفيق ومحمد هاني. يمكن. يمكن عايزة اقولك حاجة من الحاجات اللي خلت ميستر موسماني يصمم ان يرجع اكرم لحتة الباكرايت التلاتة بتاع نص الملعب. ايه. ما اكرم اصلا ديفندر راح لقى في الاولمبيات ديفندر وهو اصلا جايد ندل اهل ديفندر. لما نجح النجاح العظيم في الباكرايت ده. ايه اللي حصل؟ لا. الحيلة اللذيذة. ادي اجيب محمد هاني. ووصلته افضل لعب في المباراة اللي فات محمد هاني. وصل فورمة كويسة. يبقى انا لو محتاج محمد هاني في المباراة هحتاجه. هنا بقى اللي بيقول عليه مستر موسماني. في فرق ممكن ما بتهاجمكش كويس. الطرف اللي هو الشمال لنادر اسماعيل مميز. بعنده سرعات. لا انا بقولك دي وجهة نظر فنية. انا ما قلتش ان مستر موسماني قالها ولا. لا انا لازم يعملها كابتن. في اوقات انت بيبقى عندك فرقة هتلعبها. الحتة الدفاعية بتاعتها اكتر. فانت عايز بك رايت يهاجم كتير. طب بما ان بتنكلم على الفرقة اللي بيلاعيبها النادي الاهلي. ممكن نقول تشكيل نادي الاسماعيل. اتفضل. تشكيل نادي الاسماعيل محمد فوزي لحراس المرمى. ناحية اليمين مصطفى الزناري ناحية الشمال محمد عادل. الاتنين اللي في القلب مروان صحراوي وبار محمدي. اربعة في نص الملعب. احمد مصطفى ومحمد صادق على الاطراف. وبينهم الاتنين محمد حسن ومحمود دونجا. واتنين قدام هم محطوطين من راسين الحربة. بس بيبقى فيه يعني ما تشكيل اسماعيل بقى فيهم واحد ميل شوية نص الملعب وبعدين بيكمل. فخر الدين بن يوسف وشكري ناجيب. مرة تانية محمد فوزي لحراس المرمى. مصطفى الزناري ناحية اليمين محمد عادل ناحية الشمال. اتنين اللي في القلب مروان صحراوي باهر المحمدي. اربعة اللي قدامهم احمد مصطفى ومحمد صادق على الاطراف. اتنين محمد حسن ومحمود دونجا. واتنين مهاجمين قدام راسين حربة فخر الدين بن يوسف وشكري ناجيب. البودلاء محمد صبحي محمد بيومي عمر الوحش. احمد مدبولي محمد الشامي عبدالله جمعة مصطفى فارس شلونجو وعماد حمدي. كابتن شريف اسماعيلي على الورق اربعة اربعة اتنين. كابتن اهاب بيفضل اللعب على الاستحواز وبناء الهجم من الخلف. ولكن عنده مساحات كتير جدا جدا جدا. حنشوفها من خلال الوراء. ان هو عنده الكابتن اهاب من المسك الفرقة. عنده تمانية فوز وعنده اربعة هزيمة وواحد تعادل. يعني تقريبا ما عندهش وصل. يفوز يا هزيمة. ونسبة الاهداف اللي دخلت فيه. بتدل ان فيه مساحات كتير وفيه اخطاء دفعية كتير. ها حقولك على حاجة يا ايمان. اهاب جلال مسك اي فرقة لعب نادي الايلي بيها. كان سعب بيلعب ثلاثة اربعة ثلاثة. اي وعنده جرقة جريبة. عنده جرقة جريبة جدا مع كل الفرق. بيدي مساحات وحرية للعيبة كلها. بيكتسبوها في الملعب انهم يدوا الفرديات اللي عندهم. اي. ودايما زي ما انت بتقول لعيبة بتبقى موجودة. وبتطلع من ناحية الشمال او من ناحية اليمين. ليه زيادة العددية مع شكر ناجيب. وبيحصل تبادلية بين اللعيبة كلها. اللعيبة كلها عندها حرية التحرك. المطلوب مع فرع ازاي النادي الالي. ازاي تعمل التوازن الدفاعي ضد النادي الالي. وتوازن الهجومي في ناحية الشرطة انه هو بيلعب دايما على الثلاثة نقاط. عام دي حسام حسن كده. عايز الثلاثة نقاط. ما بفكرش غير في ان هو يبقى موجود في الملعب. ويحرز اهدافه جاه. وفاتح الملعب على طول. حتى هو كسبان. يعني مش بيغطي. اه وبيرجع يلعب زون دفنس وكان هو متقدم واحد سفرة او اتنين سفرة. انما نتايجه. والطريقة اللي هو بيلعب بيها دي. واضحة في اخر ثلاث مبارات كسبهم. واتغلب مباراة من التحاد سكندري. وتعادل مع فرق. فهو عمل زي الفرق اللي هنم كنت زي البرازيل. يجيبوا جوال ويجي فيهم جوال. فسيقدروا يجيبوا جوال. يقدروا يروحوا على المرمى. يقدروا بقالوا موجود في ارض الخصم. هو دي خطورة فرقة اسماعيل. وعندهم اه. وبيلعبوا للمطعة. بلعبوا لا. بلعبوا بجود. يعني خلاص بعد اللي حصلوهم في اول الدوري. مفيش ضغوط بقى. اي. غير ان هم عدوا خلاصوا بقهم في منطقة ثابتة. يقدروا يقدوا باي نتيجة هم عايزينها. خرجوا بالمربع الزهبي. فهم كل اللي عليهم ان هم بيبحثوا عن فوز. يخلي شكلهم كمان احسن. ويخلي بتاعهم موجود. ويخلي فعلا كلمة هاب جلال ان هو كان موجود معهم. وعمل طفرة وعمل تغيير. الحقيقة تضاف له. تضاف للجهاز فاني كله. وتضاف كمان لمجلس قدرته ان هو واسكه. في المدرب. وتدوله حرية التصرف. صحيح. فما كانش مطلوب من الناس اسماعيل. السنة دي غير انه في الاول اول راوند كان حاجة كل ناس خايفة. صعبة الامور. ان هو يوصل في الشكل ده وكانه. فيشكره. وفرقة انت لا تتوقع منها. لو احرصت فيها هدف حيبقى شكلها رد فعلها شكلها ايه. هل هيحصل هبوط وهيحصل استسلام ولا هتحصل ردة فئة قوية. خاصة ان في كذا العيب برضو دخلوا نهاردة في الفرقة. اعتقد مكان حسين السيد. امم. وفي امم كان عبدالله جمع. عبدالله جمع برضو دخل في واحد. مصفى الزناني. مصفى الزناني الدخل. فكذا العيب يخش في. محمد حسن دخل. محمد حسن دخل. اللعيبة دي كلها بتبقى جاية. كان مدبولي. اه. اللعيبة دي كلها بتبقى جاية. ده ما احنا نكلمنا جايين اللعب النادي الاهلي. النهاردة. كل عيب تاني بيبقى ليش شكل تاني ليه. انا ما بعرفش. يعني انا ما بقدرش اضمن فريط اسماعيل قدام ان الاهلي بيبقى شكلها عامل ازاي. ايه. اكيد بتبقى. اللعيبة انا بضربه في اتنين ثلاثة. تلاقي الجاري بقى معدل الجاري بقى اكتر. اه معدل استحواز ساعات بيمسكوا الكرة. وبعدين يهدوا دانيال ما بيلاقوا نادي الاهلي بيعمل طفرة الهجوم ومناحة الاطراف خصوصا. ايه. انما هو بيبقى اللي انا بضمنه ان ده بيبقى مطش مفتوح. ايه. من الفريطين الحقيقة. وما بيانتهيش يلا مع صفارة الحاكم. صحيح. كابنا على ايه يمكن شوفنا بعض التغييرات في تشكيل نادي اسماعيل عن اخر مباراة. ايه. النهاردة بيبتدي محمد عادل طبعا ده حسين السيد واخد طارد. مروان صحراوي بيلعب بار محمدي بيلعب سابتين. النهاردة بيلعب مصطفى الزناري على حساب عبدالله جمعة. اه. الاثنين اللي في القلب كان محمد عادل ومحمود دونجا اللي هم الاثنين دفيندر. النهاردة بيلعب محمد حسن ودونجا. الاثنين اللي كانوا على الاطراف كان مدبولي وصديق وصادق محمد صادق. يمكن مدبولي وصادق عندهم مشكلة شوية في النواحي الدفاعي. فهو ملاعب واحد ومخلي واحد على الدكة. تاني حاجة هم عندهم الجانب البدني بيقعوا لو بدأوا من بداية المباراة صادق ومدبولي. بيجي الصوت الثاني بعد يمكن ربع ساعة أو تلس ساعة تحس ان هم مجهدين بدنيا. فهو النهاردة مقعد مدبولي. وبدأ قدام بفخر الدين من يوسف وشكرا هناك. هو النهاردة اهاب التشكيلة دي فيه طبعا حاجة اطرارية لحسن. كان بلاها محمد عادل ودونج مكان محمد عادل. لكده كان عنده مشكلة برضه نحية الباك شمال. كان بلاها في محمد عادل. محمد عادل 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 نص ملعب ولعب نص ملعب كويس على فكرة. لكن هو ده من بيلجأ له لما تبقى عنده مشكلة نحية الشمال. هو لعب زاكي بيعرف التصرف لكن ما عندوش المقاومات بتاع الزهير ايصر. ومستريع كمان. يعني ممكن نهاردة لو النادي الاستغالية بقى مشكلة جمدة جدا. بجابها مفتوحة خالص هنا. لكن تشكيلة اهاب النهاردة هو مش فتح الملعب زي كل مبارياته. النهاردة حسنا النهاردة الملعب مقفول. مقفول زحمه باربعة في نص ملعب مع تغييرات شوية. طب ملنازمة الاربعة. هو هي لعب الاربعة دول في نص ملعب. أكيد. أكيد. مش هجاز فكتر من كتر. لأنه هو هيعاز يعتمد على يقفل نص ملعب كويس قوي. والمساحات حتى تغييرات مصطفى دي هو عامل حساب كويس قوي لعلي معلول. على الجانب الايصر هو مضطر يلا بمحمد عاد. لكن هتلاقي التزام في نص ملعب. اثنين مدافعين في نص ملعب مدافعين مدافعين. يعني محمد حسن ومحمود دونجا اثنين مدافعين. يعني تسعين في المائة دفاع. ما بتحركوش كتير أو بطلوش له قدام كتير. هو اللي بيعتمد عليه في الحتة الهجومية محمد صادق. لعيب كويس. لعيب مهاراته كويسة. يعف يعمل تمريره خطر. يعف شوت. يعني لعيب عنده مهارة ممتازة محمد صادق. كان هو مدبولي. بس هو النهاردة لما تبص للتشكيل كده امن. هو استغنى عن لعيبته كورة. هو عايز دايما الناس ملتزمة في نص الملعب. ويسيب محمد صادق هو اللي ممكن يعمل الحتة الهجومية. طب نستأذن كابتن نروح للملعب. وازملنا فاروق صلاحي. يعرفنا آخر الأجواء قبل بداية المباراة. فاضل يا فاروق. طبعا كل تحية للكابتن أيمن شوقي وضيوفه الكرام. كابتن شريف عبد المنعب. كابتن علاء ميهوب الكابتن أسامة عرابي. والكابتن عادل عبد الرحمن. وأيضا شكر موصول لكل مشاهدينا. مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. من هنا من استاد الأسكندرية. خلاص قبل لحظاتها قليلة من انطلاق مباراة الأهلي والإسماعيلي. في الجولة التساعة والعشرين للدور المصري. عايزوا لك كابتن أيمن الأجواء هنا أكثر من راعة. درجة حرارة الجو 27 درجة مقوية. أجواء وأرضية الملعب تنبق إن شاء الله. نحن نشوف مباراة قوية ومثيرة ما بين الأهلي والإسماعيلي. عندنا معلومة في غاية الأهمية كابتن أيمن. إن آخر مباراة جمعت ما بين الأهلي والإسماعيلي هنا على استاد الأسكندرية. كانت من 27 سنة مباراة فاصلة اللي كانت ما بين الأهلي والإسماعيلي. واللي انتهت بفوز النادي الأهلي بأربع أهداف مقابل سلاسة أهداف. طبعا هترك الكابتن محمد ربضاني. والجنو الرابع كابتن أيمن شاوي. طبعا الهدف الرابع كان للكابتن أيمن شاوي. دي كانت آخر مباراة جمعتنا بين الفريقين هنا على أستاذ الأسكندرية يعني لدى وصول الفريق الأستاذ الأسكندرية مستر بيتسو مستماني تفقد أرض الملعب وأثناء على أرض الملعب وطول النجيلة وأيضا يعني مسؤول الأستاذ الأسكندرية طبعا المباراة هي مباراة النديقلي فقاموا برش الملعب العلاقة اللي ما بين الأيل والإسماعيل النهاردة أيضا ما هيكون متواجد وتقدم الحضور في هذا اللقاء الكابتن محمود الخطيب يعني منذ لحصات كان الكابتن محمود عشور يعني حكم الفار في هذا اللقاء برفقة الحكم المساعد محمود رضا يعني يتوجه إلى غرفة الفار لتفقد الأجهزة ومراجعة كافة الأمور كل الأمور هنا بتنبئ إن شاء الله يا كابتن أيمن بمباراة إن شاء الله تكون قوية ومسيرة إن شاء الله والعب النجيل يكونوا قادرين على تحقيق الثلاث نقاط من هنا من أستاذ الأسكندرية أنا موجود معك يا كابتن أيمن لو فيه أي استفسار أو أي تساؤل شكرا جزيلا نروع ودايما بنتفاعل بيكو على طول قبل الماتش أنتوا يعني بصراحة بتطمنون شوي فإن شاء الله كل التوفيق للنادي الأهلي ومكسب بإذن الله رب العالمين اتفضل كابتن علاق كنت بكلمة على التشكيل الرباعي في نص الملعب هو النهاردة سيب بس محمد صادق هو اللي هيفرق معه في حتة الهجومية لكن اتنين ملتزمين في نص الملعب أحمد مصطفى يبقى محمد عالين إحد الشمال لكن تشكيلة إيقاب جلال بتقول إن هو مش عايز يدي مساحات للنادي الأهلي عامل حساب كويس أول الأطراف بتاعة النادي الأهلي والله مش مفتوح النهاردة آه ممكن هو ما هيستلم الكورة هيلعب من رجل رجل ما حيبش اللعب طويل إلا في كورة مرتدة على فخر الدين باعتمد على صراحة أخواته البدنية وده مقلق جدا وكمان شكري شكري بيسيب فخر الدين هو المتقدم شوية وشكري عنده حرية التحرك في التلت الأخير ممكن تيطرف من الأطراف ممكن تيطرف حربة تاني عنده صرعة كويسة بيعافي صادق كويس يعني جاء يعني اللعيب مقلق برضو شكري عشان كده ده الشكل أيمن دايما كل مدير فني ما بتحيز أما بتشوف التشكيلة بتاعت الفرقة بتاعته بيديكوا بالزبط بيفكر في إيه زي مصر المسلمانة ما عمل التشكيلة دي انت عارف خرص بيفكر في إيه أو انت ببدئان تفكير النادي أهلي واحد ان هو دايما ضاغط وهو اللي عايز يستحوز ودايما هو عايز يعمل ضغط الرجوم كويس عشان كده بقول لك النهاردة مش هتلاقي المساحات كتير قوي في نص الملعب نتبقى لحد كبير مقفولة شوية كابتن أسامة الكابتن علاء بيقول إن الكابتن إيهاب جلال حاطط الأربعة عدول في نص الملعب وحيلعب بيهم فعلا علشان المساحات الفاضية اللي بتبقى ما بين نص الملعب وخط الدار خصوصا لما بيهجموا لأن شفنا الماتشات اللي فاتت لإسماعيل الإسماعيل بيلعب لعب مفتوح يعني من أول مباراة لنهاية المباراة بيبقى عندهم ساحات كتيرة جدا بيستغلها الخصم وتقريبا كل مباراته داخل فيها جوا هو النهاردة الكابتن إيهاب هل حيلعب بأربعة فعلا ولا ممكن يلعب أربعة واحد أربعة واحد يبتدي الماتش كده وبعدين يقسم الماتش لأوقات حسب ظروف المباراة وحسب نتيجة المباراة هو إيهاب زي ما قلنا بيحب يلعب على بناء الهجمة من تحت وإن يهاجم مش من الناس المتحفزة ولكن هو حاجتين الطروق يعمل كده إنه بيلعب النادي الأهلي الحاجة التانية حسين السيد لما قعد لعب محمد عادل اللي هو أصلا وسط مدافع ولعبه ناحية الشمال فلعب محمد حسن ارتكاز جنب دونجا خلي بالك محمد حسن ودونجا اتنين وسط مدافعين مدافعين يعني مش نوسة واحدة يعني الأسلوب اللي هو مركز ستة ستة ما عندهمش حتى مخطرة حتى الأدام ما عندهمش المخطرة الأدام ما بيعدوش رسال ملاح تقريبا يعني اللي هم زي ما بيقولك الوسط المدافع هو رقم ستة اللي بيوقف بيوقف اللي اتنين لكن عندك أحمد مصطفى لعب كويس بلعب ناحية اليمين أو أحيانا ناحية الشمال بس بلعب ناحية اليمين أكتر ومحمد صادق لعب كويس برضو وإحنا عارفين هو مهاري بلعب ناحية الشمال أكتر وأحيانا بلعب ناحية اليمين هم دول هايبقوا مساعدين في الأطراف زي ما علاء قال هايبقوا أربعة وكمان شكر نجيب بينضم لهم يعني هيبقوا أقرب لأربعة خمسة واحد هو فخر الدين يوسف هو اللي بيلعب قدام قوي ها وشكر ساعد بيتمدل مركزه معاه شكر نجيب بينضم لهم في حالة الدفاع ها بالناحية الشمال تملي بينزل ناحية الشمال كده هم بيدفعش دفاع هاي يعني مش أسلوبه أصلا يقفل في نفس الملعب شوية يهي بينزل يقفل شوية ممكن ينزل يقفل ناحية وهو تملي بيمين لناحية الشمال أكتر هو بيروح ناحية اليمين بس تملي لعبه ويمكن كان معانا في الانتخب اللون بسنتين تملي لعبه يمين لناحية الشمال أكتر يعني بيروح لك مركز راس الحربة ومركز عشرة بس تملي بيحب يجي من ناحية الشمال أكتر من ناحية اليمين يعني عشان فخر الدينة وساما كلام ببقى مليان بيمن ناحية اليمين مزبوط كده يعني فعلا هلأ دلوقتي فخر بيماء من اللعابة اللي بتحب بيلعب راس حربة ويروح ناحية اليمين أكتر وشكري من اللي هو بيلعب راس حربة أو تحت راس الحربة ويمين لناحية الشمال أكتر لكن شكري هو اللي بينزل يعني أكتر شوية من فخر بس ساعات برضو فخر بينزل فخر بيفضل واخد الشكل الأمامي ده قدام الأربعة ويكمل معاه شكري ومحمد صادق أتلاقي ثلاثهم ومحمد مصطفى من ناحية اليمين النهاردة طلوع محمد عادل ومصطفى الزناري اللي هم البكين أعتقد هيبقى ضعيف شوية محمد عادل أصلا مش بك شمال ومش أشوال كمان ومصطفى مش هجومي قوي يعني كمان النادي الأهلي بعلي معلول بجابة علي معلول ومفروض إن شاء الله أكرم يبقى ليه شغل هجومي جامد من ناحية اليمين احنا عايزين نكسب أعتقد دول هيبقى تلحهم مش كتير أولاي يعني هو المساندة هتبقى أكتر من أحمد مصطفى وصادق مع شكري نجيبه وفخر الدين بن يوسف بالنسبة للنادي الأهلي أعتقد إن عالي معلول هيبقى ليه دور كبير جدا زي بالطبيعي وأكرم توفيق إن شاء الله يكون ليه دور في الناحية الهجومية لإنه بقى هيأثروا جدا مع أجياء وحسين الشحات في الأطراف بإذن الله رب العين تعالوا نروح لتقرير عن المباراة ونرجع لحضرتكم مرة أخرى مع نجم الكبار كابن عادل المخاطرة النهاردة هتبقى محسوبة عند كابتن يهاب جلال أكيد لإنه هيلعب أربعة خمسة واحد زي ما إحنا قلنا بس الترفين مين بقى بالضبط هنا مهم فخر هيلعب على علم العلول فخر الدين بن يوسف طبعا لكي لا يطلعش علم العلول هيميل فخر نحي يمينه لكي يقبل علم العلول لكي لا يطلعش يأخذ من وراه دي رقم واحد نحي تاني أحمد مصطفى أحمد مصطفى لعيب عنده سرعات ولعيب كويس أما شكري نجيب دايما بلا مركزية شكري بيلعب في أي مكان في نص الملعب الأماني شكري يلعب تحت الرأس حربة يمين ناحية الشمال يمين ناحية اليمين لما بيمين ناحية اليمين فخر بينزل رأس حربة مكان شكري لأن فخر الدين بن يوسف أصلا كان بيلعب رأس حربة وأحيانا يلعبوه طرف يمين و في آخر يامه من المنتخب التونس التونسي لعب ناحية الشمال كان معلول مش معلول مترد من المنتخب التونسي نبيل نبيل معلول ففخر يعني من الناس اللي هو بيجي من تحت بس من طرفي من الأياء عشان علي معلوم لأنه أي مدرب بيحط أول حاجة في دماغه في النادي الأهلي سرعات علي معلوم وهجوم علي معلوم فيعمل إيه ما يخليش واحد يلعب على الزكي يعني أنا بسك في أن أهب جلال مدرب زكي ومدرب كويس يعني دي حقيقة ودى نادي الإسماعيل في حتة تانية ومن ضمن المدربين اللي بيفكروا في الملعة لأ وأهب جلال عنده تنظيم غير عادي عنده فكر غير عادي وراح نادي غير عادي نادي الإسماعيل نادي كبير لازم نعترف نادي الإسماعيل لما بيبقى كويس في الدور المصري بيدي رونك للدور كمان مع الأهلي ومع الزمالك وبيبقى بيخلي الدور شكله كويس ومنافسة شكلها كويس قوي يمكن إحنا كنا زعينا أن النادي الإسماعيل كان في البداية تلعى كده ومبدأ كده لكن أهب جلال أعاد للإسماعيل أرجع للتكتيج بتاع أهب جلال أحب يلعب على الجزيات الصغيرة اللي هي؟ اللي هو حتة النادي الأهلي الحتة الهجومية بتاعته والضغط من قدام عمل إيه؟ لما جي عوض حسين السيد عوضه بمين؟ بمحمد عادل محمد عادل محمد عادل بس قدر أنه يلعب باكليفت كتير أكتر من مرة طوارئ مع عبد جلال لعب باكليفت وأوقات في المباراة بيلعب باكليفت لكن الحاجة اللي أنا لفت منظري فيه تشكيل مصطفى الزنانيري لما شال عبدالله جمعة وحطه ليه؟ علشان ده بيهاء عبدالله أخف منه هجوما ممكن بيهاجم لكن مصطفى أقوى بفاعل ملتزم بفاعل وأقوى الاثنين الدفندرات محمد حسن ودونجة كما تنقالوا فعلا ما بيتحركوش بفاعل بحث هيبقوا الاثنين مع مروان صحراوي مع باهر المحمدي ومع مصطفى ومع محمد عادل هقدر أقول لك كين دول اللي هيدفعوا إبقى أنت بتتكلم عن أوراق هجومية بالنسبة لنادي الإسماعيلي محمد صادق مع فاخر الدين بنوصف شكري ناجيه وأحمد مصطفى وأحمد مصطفى يكمل أحمد مصطفى أخطر من الثلاثة على النادي الأهل النهاردة لو أحمد مصطفى بتاع بلجيكا اللي أنا عارف اللي أنا كنت جاي بسموح لو هو اللاعب اللي بيلعب طرف الشمال ده من أخطر اللاعبين اللي هتشوفهم عمزة عمار حمدي كده لو ده أحمد مصطفى سرعته يعني هم هيفضولوا الجزء ده نحي دي شمال علشان انتلاقاته هو وبص هتلاقي بس فيما تشوفت كتير لعبة أنا حيتمين على فكر هو بيلعب يمينه شمال يا كابتر لكن لكن لما ييجي يحط فخر ممكن يودي فخر على علي معلول ليه معرفته بيه خوفا من علي معلول عارف ان فخر من الناس اللي قلبه قوي فخر الدين بن يوسف وعنده سرعات عنده سرعات فخر الدين بن يوسف معروف عنه انه هو قوي مجهود مجهود جدا بغم انه هو الكبر في السن شوية لكن وعنده تهديف بيسود كمان واو هداف اللي هبقى تقول كويس هو هداف يبقى عشر تجوان واشتراكه قليل يعني بيشترك في أوقات قليلة لكن بيحرس كتير فالنهاردة أكتر ناس هتتعب في رئي تلنات الأهلي الهجم المرتدة بمين بحمد مصطفى ومحمد صادق وشكر نبير وفخر الدين بن يوسف شكري نجيب شكري نجيب وفخر الدين بن يوسف اللي اربعة دول بلا مركزية هيشتغلوا في الحتة الأمامية في الحتة دفاعية وأول ما ييجي حتة دفاعية هبصت تلاقي فخر نازل أحمد مصطفى نازل شكري هيه هو اللي يبقى قدام محمد صادق هيبقى تحت صادق مش مميز قوي في النواحي الدفاعية ولكن مميز في الكرة وهي تحت رجله مميز في الباص لا لا هي كرة كويس طبعا طبعا من مفاتيح لعبة نادل إسماعيل محمد صادق لأن الأهل ينجح لو مسك محمد صادق لأن محمد صادق لما بيمسك الكرة كويس بيشغل مين أحمد مصطفى وبيشغل شكري وبيشغل فخر والثلاثة أقوية واحد خفيف والثلاثين أقوية فتلاقي محمد صادق بيحط الباص ومحمد صادق رتمه بطيء في اللعب ولكن مهارته عالية بعرفي باصي شباه مدبولي شوي يعني لا يمكن مدبولي أخفها كابتن شوي لكن صادق أحرف كتير صادق فكره عالي يعني العرف اللعيبة اللي هو الأشوال اللي هو بيقف يغير اتجاهاته يحط الباص الأمامي يحط الباص البيني في لحظة يود اللعيب عند الجود وهو كمان جوة 18 بيبقى من هدوء وخطر جدا في إيه ياخد بنالتي يعني أنت مع الكبات إن إيهاب مش هيخطر النهاردة ويعمل ضغط عالي كاعدته بص إهاب جلالي ما بيحطش في دماغه إلا حاجة واحدة بس إلا يكسب مباراة ودي ميزة إهاب جلال كمدرم يلعب زمالك يلعب أهلي عاوز يكسب المباراة كويس بس مع النادي الأهلي بيبقى أكثر حرصا من أي نادي تاني آه يعني حيامل النهاردة التوازن بين دفاع وجوه ويه يهاجم في البداية يهاجم في البداية آه يعني وبيضغط من البداية مع اللي بنتهى بيه عادل ده اللي هو وحيخاطر النهاردة وحيهتم عليك النهاردة من البداية؟ آه وحيعملها بس 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 التشكيل ما يباينش كده طريقة اللعبة والتشكيل ما يباينش كده لأ بس عزي أقولك على حاجة وحنا كلنا اتكلمنا في حاجة وعازلتكلم في حتة التبادلية بتاعت فخر الدين والشكر النجيب شكر بيفقد الرأس الحربة اللي انه بينزل تحت كتير قوي عشان يعمل زيادة عددية ويستلم لانه لما بيتمسك بيحس انه هو تقيد خلاص بيضطر ينزل لتحت بيعوضوا فخر الدين لانه متحرق كويس قوي في الصف الأمامي ده ممكن تلاقيه بيتحرق رأس الحربة وزي ما انتو قلته ناحية اليمين وزي ما قال عشان علي معلوله كده بس ما ببقاش فيه الشكل الدفاعي اللي بيفكر فيه فخر الدين لأ فخر الدين عايز يدافع كويس صحا بس عايز ايه عايز ونسلات يبقى الوجود وبيدافع كويس شكري على في حالة التهديف لانه ناحية الشمال بتشتغل كويس قوي وبيحاولوا ياخدوا منها اي فرقة يسرقوهم في هدف ويبقى لهم موجود بس هما في الآخر وفي الأول بيلعبوا جامل والمباراة النهاردة كابتن يعملوا اقول يا عادل المباراة النهاردة مسماعة في تونس اه طبعا ليه؟ من اتنين نجوم من عالم علول اه وفخر الدين بن يوسف بالعب دائما الناس المختلفة واتنين لعبوا كويسين جدا اه بيتسمع كويس قوي عندك تعليق على الموب لا 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 انا معهم بس هو فعلا شكري بيحب يسقط كتير عشان بيشوت كويس فهو بيحب يجيب وشه يعني مش من الناس اللي بيحبوا زي مشريف قال ان يلعب كراس حرما داره للملعة يحب يسقط ويستلم عشان يجيلك بوشه لانه بيشوت شمال ويمين كويس ولكن السيناريو البداية النهاردة ممكن يختلف عن السيناريو هات العادية بتاعة نادي الاسماعيل يبتدي جاء المباراة بص اقول لك حاجة ما بقوش خايفين من حاجة عارف هو كانوا الاول متوترين قوي لما كانوا في مواقف اللي هي في التلاتة اللي تحت وقال على الاسماعيل لكنهم اللي دخلوا في حتة السقة وانهم عاديين في الدوري وعايزين يعملوا ماتش حاجة مع النادي الاهلي هيلعبوا انا اعتقد هيلعبوا ولكن في ناس متحفزة في انه واحد دفاعي بس ولكن من البداية هيبقى فيه تحفز لا ما اعتقدش من البداية هيلعب عادي انا وجهة نظر هيلعب عادي طالما عنده اتنين ارتكاز حاطيتهم بالطريقة دي محمد حسن ودونجا هيلعب عادي ولكن هو النادي الاهلي هو اول ما بينزل اول ما بينزل اهاب جلال يوريك ان هو بيهاجمك بيهجمك وبيلعب عليك ضغط عالي قوي وهو مؤمن زي ما مؤمن بالاتنين محمد حسن ومؤمن بدونجا ممكن هيبقوا مؤمنين مع سردباكين باهر ومروان صحراوي والطرف ان اللي هو محمد عادل او الزنانير لما بيجي يضغطه هيضغط بيه ويبقى هو مؤمن وضغط عليك كويس وهو ساعات يسيب لك الملعب وينزل تحت نص الملعب يعني اهاب متنوع اهاب مدرب بالامان ومدربت بيه بيفهم وخطر يعني اه بس المعنى كده ان محمد عادل والزنانيري النهاردة ممكن ما يكونش اليوم ادوار هجومية ممكن يا كابتن يعني ممكن يزيد هجوم عارف ليه علشان الاتنين الديفندرات اللي سابتين طول الوقت ايمن انت لازم تهاجم ولازم تحطه تحت ضغطه ولازم انت العيس تكسب عشان تاخد الدوري انت مش هتفضل اي لعيب اه اي لعيب اصبعك من اسم اصبعك من اسم اي لعيب لو سفتوله مساحة وكرة 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 ويهجمك وهيضايقك اما حاجة انت شكلك انت ايه شكلك انت ايه ضغط عليه ازاي رغبتك ايه من بداية مبراه انت لازم يعيمن عشان تكسب مبراه انت لتتسايدها انت اللي بقليك الشكل انت اللي بتسيب اوقات بتضيع يعني مع الاحترام الكامل لبعض الفرق ومش فرق كبيرة زي الاسمائيلي كنت بتسيب لها مساحة ووقت كبت ضيقك اي لعيب كرة واسبتوله مساحة والوقت اكيدها ضيقك انت انت ضغطك انت رغبتك انت عايز خلص مبراه بسرعة هو ده النادي الاحترام بصي علاء انت اي فرقة بتلعبك رد فعل مش انت بيبقى عندك الفعل انت الفعل وهم رد فعل ليه ازاي يعملوا عليكم كنتر اتاكزة اي بوقلاه وموجود في الملعب انت بتديهم مساحة الامرة من بدأه اللي فاتت يا امم بتاعت السيراميكا كانت هيلة صراحة جدا من احسن من احسن المراك في الماسبعة الاخيرة الفكرة والتركيز اه اللي عايبة كانت عاملاه والتركيز والشراسة العجون يعني كان واضح اننادي الاهلي دوافع اه الدوافع كانت عالية جدا واضحة جدا والدوافع النهارده لازم تبع عالية جدا طبعا الطبيعة طبعا طيب كابتن شريف ممكن نشوف الهدف انتباكتم بلكرة انا بتمنى اول شوت يخلص بردو التمnehmen ده بتع كل مرة استناني بس انا بتمنى النهاردة ان게요 shot يخلص اتنين سفر للأهلي لا انت دايما بتقول لي قابل الماشي ايخلص كذا اتنين سفر للأهلي اول شوت شوت التانى لينا كلام ثانية ماشي. كابتن عليها اه في اهداف شوتل الأول يهداف شوتل الأول الإنشاء الله البلادي الأهلي جميع البلادي الأهلي سن event النادي الأهلي ہنذهب للفصل ونراجع لحدراتكم مرة أخرى قاعد نهاية أحداث الشرط الأول أرجوكم انتظروني